أحب الرحب بالحضور والمهتمين بهذه الندوي سواء كانوا موجودين معنا عبر زوم أو عبر البث المباشر عبر الفيسبوك أو كنمات أخرى هذه الندوي هي رقم 12 من الندوات البيرزيتية اللي بنظمها مكتب نائب الرئيس لشؤون الأكاديمية في جامعة بيرزيت عنوان ندواتنا اليوم النزاه الأكاديمية وتحديات النشر العلمي زي ما بنعرف منعيش في هذه الأيام حمى التصنيفات العالمية سواء كانت تصنيفات للجامعات أو تصنيفات للأساتب طبعاً وهذه التصنيفات اللي اخترعها واللي بروجلها هم من شركات النشر هم الناشرين وهم المستفدين من هذه التصنيفات في النهاية ولكن هذا خلق ظواهر غير حميدي تتعلق بالنزاه الأكاديمية على مستوى الأساتذي والنزاه الأكاديمية حتى للجامعات الجامعات نفسها الكل بده يظهر في تصنيفات بأكل جهد ممكن بدون ما يتعط تلجأ الجامعات لأساليب كثير أو بعض الجامعات طبعاً تلجأ لبعض الجامعات لأساليب ملتوية لترفع مكانتها في التصنيفات اللي منهم بيوظف أساتذي بشكل شكلي أساتذي أجانب أي أحساس إنهم حطوا أسماء الجامعة على الأوراق طبعتهم بعض الدول اللي بتعطي منح لطلابها يعملوا دراسات عليا في الخارج تجبرهم حطوا أسماء جامعات في وطنهم دون دور لهذه الجامعات بعض الجامعات تجبر أساتذتها يعملوا اكتباسات لأساتذي من نفس الجامعة وسمعنا إنه اللي ما بيعمل هيك بيأخذ انظار بعض الجامعات تتلاعب في معطيات مثل عدد الطلب الأجانب في التصنيفات وهذا طبعا مشكلة في بعض الدول زي في فلسطين إحنا ما عنا طلب أجانب أصلا وعساس نطلع في التصنيفات العالمية فبعض الجامعات حطت طلب الثماني وأربعين يعني فلسطينيين الثماني وأربعين طلب أجانب وبالتالي هذا ليس فقط يعني إشكالية تتعلق بالنزال الأكاديمية بل كمان يمكن في الخضاء في الوطنية بعض الجامعات بتسكت وأحيانا بتشجع ممارسات غير ذزيها لبعض المدرسين طمعا برفع مستوى الجامعة في التصنيفات العالمية ومنعرف كمان في أساليب تحايل الكثيرين بتتبيعها الأساتذي والباحثين يعني ما أقول الأساتذي والباحثين سواء كانوا طلبة ماستر أو بي أج دي أو أساتذي اللي منهم بيسرك أفكار غيره بيحطها بطريقة غير مباشرة اللي بيتلاعب في نتائج التجارب ويعني بحط الكراءات من عنده بعض الأساتذي ينتموا إلى شلال شلال علمية اللي بحطوا أسماء بعض أو بيكتبسوا من بعض وغيرها من الممارسة نقوله في ظل هذه الممارسات مفهوم النزاهة الأكاديمية أصبح له أهمية كبيرة ليس فقط الأهمية من ناحية أخلاقية بس كمان من ناحية تربوية إيش يعني تربوية؟ لأنه ثقافة التحايل على النزاهة بتنتقل للطلبة والأستاذ اللي فيه اللي ما بيعطي حين نقول أهمية للنزاهة والأمانة الأكاديمية ما بيقدر يطلب من طلابه يكون عندهم نزاهة وأمانة علمية وبالتالي بتنتقل ل مجتمع الطلبة هذه القضايا وبالتالي نحن بحاجة إلى صيانة وتحصين العملية التربوية بعدم التهاون مع القضايا اللي بتتعلق في الأمانة ونزاهة العلمية وإلا بتكون الجامعات معوى الهدم وليس عامل نهوض في مجتمعات حدث كمان عن أنه جوهر العملية الأكاديمية كلها جوهر الأكاديمية هو الشرف الأكاديمي والنزاهة الأكاديمية واللي بتهاون في هذا الموضوع بيأدي إلى إلى هدم وضيع للمجتمع معرفيا إذا سمحت المؤسسة أو تهاونت أو غضت النظر عن بعض التحايلات ومع ردعتها هذا سيشجع آخرين على المزيد من التحايل وبالتالي بتفقد المؤسس سمعتها وضيع الصالح مع الطالح في هذا المؤسسة ومرات بقوله الدولة الفلانية دعنا نقول البحث فيها بيكون مطعون فيه احنا بنسمع في هذه الحالة أحب أذكركم في بروفوسور من إسبانيا اسمه رفئيل لوكا في جامعة كرطبة وأستاذ مشهور في الكيميا اللي كان بيصدر بحث كل 37 ساعة يعني منتج بشكل هائل جدا عندما تم فصله من الجامعة طبعا الجامعة كرطبة تخلط قرار فصله بغض النظر حتى لو كان رافع اسم الجامعة بالتصدفات العالمية ولكن عندما تم فصله تم ربط اسمه في جامعات عربية يعني كانوا يقولوا وسموا هذه الجامعة بالاسم والدولي هاي بالاسم أنا اللي بدي أقوله إنه بالرغم من وجود أساتذي اللي هم يعني أكفاء في هذه الجامعات وفي هذه الدول إلا إنه سمعة البعض اللي سمعة البعض القليل حتى لو كان قليل تضر بسمعة الجامعات وسمعة دوله في هاي الندوي رح نلك الضوء على إشكاليات النزاهة بشكل عام والأمانة الأكاديمية معانا الدكتور تامر السيد وأستاذ في علم الحاسوب بجامعة قطر ومختص في الذكاء الاستماعي والإنفورميشن رتريفل معانا كذلك الدكتور فرانس جوزيف يلم وهو أستاذ الهندسة بدنية في الجامعة الإم آي تي في أمريكا وكذلك عضو مجلس أمنا الجامعة الأمريكية بيروت ومعانا أيضا الدكتور مودر قسيس وهو أستاذ الفلسفة في دائرة الفلسفة والعلوم السياسية في جامعة بيرزيت مبادرة كرامة في جامعة بيرزيت والإثراء النقاش كل متحدث رح يأتي مداخلي ربع ساعة وبعد ذلك رح نفتح النقاش للجميع لإبداع مداخلاتهم المباشري أو الأسئلة ونبدأ من عندك دكتور تامر فضل شكرا مصطفى هالأ هذا أشياء آآ السلايدز فضل انت المفروض كوهوست آآ أوكي هالسلايدز آآ ظهر كده ظهر السلايدز أولاً عايزة أشكر المدكة المصطفى مرتين حقيقة أولاً على دعوة المرة الثالثة أن أنا أكون مشاركة في أحد فعاليات جامعة برزيت يعني سعيد جداً أن تبقى دي المرة الثالثة لي طبعاً في فعاليات مختلفة يعني وبشكره المرة الثانية كمان على الموضوع بتاع النادوة دي الموضوع النادوة دي الحقيقة موضوع هام جداً وحساس جداً ومن النادر أن نحن نلاقي النقاش مفتوح فيه يعني مفتوح تماماً لأي حد يحب أن هو يشارك فبشكره جداً على الموضوع وعلى طبعاً دعوته لي في هذا الموضوع الآن عنوان العاد بتاعي إن شاء الله أن هذا هو حيبقى نشر العلم الممارسات غير الأخلاقية حركز فيه على بعض الأمثلة من الممارسات غير الأخلاقية قبل ما أبتدي أحب بس أنوه سريعاً بعض الدسكريمار طبعاً أنا هنا أمثل نفسي وليس مؤسسة الجماعات قطر بعض السوريكيات اللي أنا هتكلم عليها طبعاً قبل الحكم عليها محتاجة إلى تفصيل فيمكن الوقت حيبقى قليل شوية في العرض ولكن لو حد حابب ان هو يسأل عليها بعد كده ندر ان شاء الله نفسر فيها بعض الاراق هنا اراء شخصية بناء على الخبرة العملية في البحث العلمي وطبعا النقطة والاختلاف في رأي مرحبية هتكلم على ثلاث نورة في العرض ده أولا ليه احنا بننشر أصلا أبحاثنا ايه الهدف من نشر الأبحاث وبعدين هدي بعض الأمثلة للمؤسسات غير الأخلاقية بناء على الأهداف بتاعة نشر الأبحاث وأخيرا حلقي يعني بعض الضوء على من وجه نظري ما واجبنا نحو تلك الممارسات نعمل ايه عشان يعني نحسن من الوضع الحالي للأسف أولا ليه بننشر أبحاثنا أصلا هبدأ بالهدف الأساسي الهدف الرئيسي الهدف الحقيقي لنشر الأبحاث من وجه نظري الهدف هو تطوير وضع العلمي في مسألة معينة عندي مسألة بحثية معينة بتخدم المجتمع بطريقة مباشرة بتفيد المجتمع عايز أطور البحث فيها وطور الحلول المقدمة لها فده المفروض ده يكون هو الهدف الأساسي لنشر البحث طبعا لو أنا عملت البحث وما نشرتوش فغير مش هيعرف بي وغير مش هيكمل عليه فمن هنا تيجي أهمية النشر نفسه نعم البحث نفسه هو هدفه أن أنا أخدم أو أحل مسألة بحثية معينة الهدف الثاني هو تطوير المعرفة الإنسانية طبعا مع البشر مع مرور الوقت بيعرفوا أكتر عن البيئة المحيطة وعن الحياة بشكل عام فده أحد برضه أهداف الريسيشن أنا أطور المعرفة الإنسانية في طبعا في المجال البحثي اللي أنا متخصص بي طبعا ده الهدف الحقيقي ولكن الواقع يمكن يكون شيء آخر بتختلف الأهداف البحثية باختلاف جهة البحث فمثلا الطلبة لهم أهداف معينة الأساتذة الأكاديميين أو الباحثين لهم أهداف والجماعات لها أهداف زي ما دكتور مصطفى يعني تفضل وذكر بعض الأمثلة لكده فمثلا الطلبة الهدف الأساتذة بتاعهم بيبقى الحصول على درجة علمية سواء ماجستير أو دكتوراه لو ما نشروش لحظة بتاعتهم حيتأخر التخرج بتاعهم أو يمكن ما يتخرجوش خالص فمهم جدا من نسبالهم أنهم ينشروا الأساتذة الأكاديميين حاليا طبعا كتير منهم بهدفهم فعلا هو تطوير المعرفة وزيادة تطوير الحلول المقدمة في مسألة بحثية معينة أو تطوير المعرفة ولكن فيها هدف أخرى أولها من وجهة نظري من خبرتي في التعامل مع الأكاديميين أو الباحثين الحصول على الترقية ده هدف كبير جدا أن أنا عايز أنشره عشان أترقى أو عايز أنشره عشان أحصل على حوافز مادية أو عايز أنشره عشان التقييم السنوي بتاعي بك كويس عايز أنشره عشان أجدد التعاقد بتاعي عايز أنشره عشان البريستيج الأكاديميك بريستيج أو السوشيال بريستيج عايز أنشره عشان أزود الـ وقفع الـ h index بتاعي عشان كل الأسباب اللي فاتت بيه طبعاً لو ما نشرتش أو لو نشر بتاعي قليل للأسف ممكن التغيية تتأخر ممكن الحرافة الزمادية طبعاً تقل والمؤشر بتاعها يقل وبالتالي ممكن يكون فيها عواقب بالنسبالي عواقب شخصية طبعاً ما تكونش لطيفة الجامعات من وجهة نظرها زي ما قال المدكتور المشطفى يهمها جداً أنها تحسن ترتيب بتاعها في التصنيفات في الـ ranking في الـ international university ranking إن الجامعة تبقى لها تصنيف عالي طبعاً ده بيدي سمعة كويسة للجامعة لو النشر قال نشر الأساتذة والطلبة اللي بينتموا للجامعة دي قال طبعاً الترتيب ممكن يتراجع لأن فاكتور يعني عامل من العوامل المؤثرة فيه للترتيب الجامعات هو النشر والنشر طبعاً فيه مفروض فيه يعني أوية نشر مرموقة وداتاً سمعة لو النشر قال حيتراجع الترتيب هتتراجع السمعة الأكاديمية بتاعت الجامعة وبالتالي هتتراجع أعداد الطلبة الجدود اللي هيقدموا للجامعة أو طبعاً طبعاً كمان الوجاهة الاجتماعية وذين يعني فيه إقليم معين أو فيه قارة معينة فطبعاً ده ده يخلي الجامعات إنها تضغط أكتر على الأساتذة والباحثين وعلى الطلبة إن هما ينشروا بأكبر كامل ممكن طبعاً نتيجة الكده أو العقيبة الكده هو المصطلح اللي هو المنتشف فيه المجتمع الباحثي هو publish or publish يتنشر يتهلك طبعاً ده مبلغة ولكن المصطلح فعلاً بيدل على إن فيه ضغط كبير وقع على الباحثين سواء الأساتذة أو الطلبة عشان ينشروا البحث العلمية بتاعتهم عشان يقدروا ينجحوا في مهنتهم أو في مستقبلهم الأكاديمي أو الباحثي طبعاً ده بيمثل فعلاً ضغط شديد جداً وده واقع كلنا بنعيشه إن لازم تنشر ولازم تنشر بكم معين عشان تستمر في وظيفتك أو تترقى أو طالب يحصل على درجة العلمية أو هكذا طبعاً ده نتيجة إن الاهتمام أصبح بالعدد أو بالكم وليس الكيف فمثلاً الباحثين سواء أساتذة أو طلبة بيدوروا زي ما الدكتور مصطفى قال بيدوروا على أسهل طريقة إنهم ينشروا أي أبحاث وأسرع طريقة حتى لو كانت بمقابل مادي وكلنا بنسمع طبعاً على pay to publish ممكن يجي الكلام عليها بعدين فده ده واقع سببه إن في ضغط شديد من أجل النشر المتزايد والمكاثر الـ publication venues أو الأوعية النشر من ناحيتها بيجي لها طبعاً نتيجة لكده بيجي لها كم جديد من الـ papers عشان تعملها review طبعاً ده بيسبب إن الوقت قليل جداً متاح للتقييم وبالتالي جودة أقل للتقييم وبالتالي حنلاقي إن في أبحاث كتيرة جداً منشورة ولكن غير ذا تقييم لأن لا هي اتعاملت كويس ولا هي اتراجعت ولا هي أصلاً يمكن منشورة في المكان الملائم لها ومشاكل كثيرة الجامعات طبعاً بتهتم بالمؤشرات الأداء البحثي اللي هي الـ performance measures أسهل طريقة أن أنا أقيم بيها باحة دلوقتي هو عدد citations أو الـ h index لأنه رقم واحد سهل جداً أن أنا أقول إن هذا الباحث أو هذا الأستاذ أفضل من الأستاذ الثاني لأن الـ h index تاعه أعلى أو الـ h index تاعه أعلى طبعاً ده أدى لمشاكلة هنتكلم عليها بعضية الجامعة زي ما برضو مطلق مصطفى تقدم ببدأ التحاولات توظف الأستاذ أو الباحثين اللي هما أرقامهم عالية بغض النظر تماماً عن قيمة الأبحاث اللي عملوها أو جودتها أو نفعها للمجتمع أو الأخلاقيات اللي هما مارسوها عشان يوصلوا الأرقام بيه طبعاً ده فتح الباب لي كتير جداً من ممارسات غير أخلاقية هنتكلم علي بعضها النهاردة إن شاء الله هتكلم علي عشر أمثلة بعضها يمكن هتكلم عليه ببعض التفصيل وبعضها همور عليه سريعاً قد تكون هذه الأمثلة يعني common لبعضنا ممكن تكون كلها common ولكن أعتقد إن احنا هنشوف بعض الممارسات اللي هي يعني للأسف منتشرة جداً وأكتلي بها المجتمع البحثي في الفترة الأخيرة قبل ما أتكلم على الأمثلة دي هتكلم على يعني إيه إن أنا أبقى مؤلف لبحث أو author لبحث أو co-author لبحث يعني إيه إن أنا أبقى كو-author عشان أبقى كو-author المفروض إن أنا شخص باحث طبعاً قدمت مساهمة حقيقية مؤثرة في البحث ده أو بالإنجليزي strong contribution يعني ليه strong contribution في البحث ده طيب يعني إيه مساهمة حقيقية مؤثرة ممكن كل واحد يفصلها بطريقة مختلفة أنا حاولها بطريقة بسيطة جداً عشان أبقى فعلاً أستحق إن أنا أبقى مؤلف أو author أو co-author لبحث معين أو research paper معينة المفروض إن أنا لو شلت الإسهام بتاعي ده من الpaper أو من البحث البحث هيتأثر جداً سلبية هيفقد ركيزة أساسية هيفقد ركن أساسي منه هيفقد contribution أساسي فيه من غير الإسهام ده البحث هيتأثر كتير جداً طبعاً ال definition ده بسيط ولكن إلى حد ما يوضح أهمية إن أنا المفروض يكون لي فعلاً مساهمة حقيقية عشان أستحق إن إسم يكون على البحث طيب بال definition ده هنتدي نتكلم على بعض الممارسات الغير الأخطية المتعلقة بهذا التعريف أو بهذه المسألة أكتر حاجة الحقيقة بشوفها كتير في الممارسات دي هو إضافة اسم شخص على الورقة البحثية دون مساهمة حقيقية بنلاقي أسماء أشخاص كتير قوي محطوطة على research papers وهما فعلياً قد يكونوا لا يفقهوا أي شيء في البحث دي أو مساهمتهم مساهمة يعني بسيطة جداً زي مثلاً إن أنا بحضر meetings باعت ال project فبما إني بحضر من غير ما أقول أي حاجة يبقى مفروض اسم يتحط على ال project وهكذا في مثال كتير هنتكلم عليها دي أنا من وجهة نظري ظاهرة يعني منتشر جداً وسببها بنلاقي بقى أسماء أشخاص كتير جداً على أوراق بحثية مثلاً ممكن ألاقي ورقة بحثية عليها ستة أو سبع أسماء لأساتذة وطالب واحد يعني ده لا أدري يعني معناعي بالظبط فهو ممكن يطالب يكون له مشرب أو اثنين لكن مش ستة أو سبعة هل فعلاً ستة أو سبعة دول فعلاً لهم مساهمة حقيقية مؤثرة في البحث الله أعلم طيب من وجهة نظري طبعاً دي لها تسمية اسمها gest authorship إن فيه author اتحط على paper هو gest ضيف هو ما يعرفش أي حال خالص عن paper ولكن اتحط ضيف طبعاً ما بيتكتبش انه هو ضيف ولكن ده دي تسمية للسلوك غير الأخلاقي اللي بيمثله هذا المثال طيب الشخص ده حتى لو كان المشرف على رسالة بتاعتي أنا كطالب المشرف بتاعي ممكن يكون by default بيحط اسمه على paper طيب هل هو فعلاً أسهم مساهمة حقيقية مش معنى أنه هو المشرف بتاعي يبقى هو المفروض يحط اسمه على paper يعني automatic لا المفروض يكون له اسهم حقيقي طيب الاسهم حقيقي حين قلنا أنه هو يعني major contribution أمثلة بس عشان الطلب اللي معنا يعني يدركه معنى major contribution يعني مثلاً الفكرة الأساسية بتاعت الpaper هو مساهم فيها اسهم كبير أو هو اللي اقتراحها هو اهتم جداً بالdetails بتاعت الexperiments هو كتب جزء كبير من الpaper مش مجرد عمل grammar checking للpaper أو علم على الحاجة وقال دي تتعدله يعني حاجات بسيطة لا اسهم حقيقي لو شلت الاسهم ده الpaper هتختل البحث هيختل البحث هيفقد يعني جزء كبير مهم منه طيب يبقى حتى لو كان المشرف على الاسعالة بتاعتي حتى لو كان مصدر التموين بتاعي يعني كتير بنشوف البروجيكت ده الليد بتاعه أو المصدر التموين بتاعه فلان طيب الpaper دي ليه علاقة البروجيكت ده يبقى الفلان ده مفهد تحط باقي الهول لا هو مفروض يكون مساهم أصلاً في البحث لو مش مساهم ما خلاص طيب هو بسبب البحث التعمل لا هو مش بسبب الحقيقة هو تمويل وبعدين هو خد الكريط التموين خلاص هو عنده في الـ CD بتاعته انه هو خد الفاندينج ده الpaper دي ده جزء تاني ده شيء آخر الpaper دي اشتغل فيها فلان وفلان وفلان أسهمه فعلاً لكن لو هو ما أسهمش في الpaper دي مش مفروض أنه يتحط اسمها للأربية فده سلوك غير أخلاقي لو يتحط اسمه حتى لو كان رئيس المشروع البحثي حتى لو كان رئيس القسم أو رئيس المباشر أو وكيلة أو عميد الكلية أو إن شاء الله رئيس الجامعة بغض النظر طالما ما أسهمش مساهمة حقيقية مؤثرة في البحث مش المفروض أنه يتحط اسمه ولو تحط اسمه يبقى سلوك غير أخلاقي حتى لو كان طالب يرغب في التخارب ساعات بنشوف طالب متأخر شوية وفيه طالب تاني شغال كويس أو الطالب المتأخر ده وهم حطت اسمه عشان يعني بساعده هذا سلوك غير أخلاقي وإحنا كده بنعلم الطالب أطول أن هم يبقوا غير أخلاقيين لأنه خاد حاجة مش من حقه ما يستحقهاش حتى لو كان زميل أو قريب لي بيرغب في الترقية وده بنشوفه للأسف فلان متأخر في الترقية تحته ويحتاج بس بيبر واحدة بس فأعني أزود اسمه كده عشان يعني مش هيخسر حاجة الناس اللي في البيبر لا طبعا هي مش مسألة مش مش حكات أن الناس في البيبر مش هيخسرهش حاجة لأن اسمه مثلا بقى في الآخر لا مسألة فيها مسئولية كمان يعني وضع الأسماء على البيبر دي مسئولية كبيرة لأنه لو فيه أي مشكلة في البيبر كل الناس اللي أسمعهم على البيفر دول هتبقى مسؤولية مسؤوليتهم فهي مش بس كده حط اسمه خلاص لا هي مسؤولية فحتى لو كان زمين أو قريب حقيقة بنشوف قريب كمان يرغبوا في الترقية لا طبعا ده سلوك غير أخلاق حتى لو كان معروف في مجاله وانا أضيف اسمه على البيفر بس يعني كده هتسهل لي ان هو البحث يتقابل في المجلة دي وبنشوف ده الحقيقة هذا غير أخلاقي غير أخلاقي لانه ملوش علاقة بالبيفر وبعدين معنى كده ان انت قابل ان البحث بتاعك يقبل رغم ان هو لا يستحق ان هو يقبل بسبب بس ان هو عليه اسم كلان اللي هو مشهور جدا في البيفر بتاعه هذا غير أخلاقي حتى لو كان وده شفته الحقيقة حتى لو كان هو اللي اتحط اسمه فقط عشان يدفع مبلغ النشر لأسف فيه دلوقتي كتير قوي مجليات بيدفع عليها عشان البحث ينشأ او ما انا جاي بحد بقى شخص يعني ما يسور ماديا يدفع ليه حط اسمه على البيفر هو مشكور انه لو هو قابل صدقة علمية انه هو يدفع لكن الدفع ده مش مش مساهمة فاعلية في البحث هذا سلوك غير أخلاق طيب المثال التاني شبيه بالمثال الأولاني بس مش على research paper بقى على research proposal انا بكتب مفروض ان انا اكتب research proposal عشان يجي لي تمويل يعني مقترح بحثي عشان يجي لي تمويل عليه من جهة تمويل معينة او ما انا جاي ب research proposal جاهز كده جاي لي من جهة خارجية وحطت عليها اسمي عشان بس الشرط انه لازم يتحط عليها اسم من جهة معينة عشان يقبل ويقبل البحث وابقا انا اسمي على البحث المقترح اللي انا اصلا لا افقى فيه شيء وما كتبتوش خالص اتكتب بالكامل بايد واعقول اشخاص اخرين دون مساهمة مني هذا طبعا انا بس دي تسميتي انا guest PI بدل guest author يعني او guest lead PI ساعات كمان ده طبعا سلوك غير اخلاقي تعديل او بتاع المؤلفين ساعات يبقى الشخص عايز بس يتلقى فلا انا عايز اسمي بالأول رغم ان الطالب هو عامل كل شيء لكن انا عشان المشرك بتاعه انا اسمي بالأول عشان ده حيساعدني في الترقية ده حيتوافق معاشكم في الترقية هذا سلوك غير اخلاقي ولمرة التانية ويمكن التالدة ده بيعلم الطالب ان هم يعملوا كده لما يجبروا لما يبقوا ده كترة لما يبقوا عندهم السلطة ان انا ان انا قدر غير لا طبعا الترتيب بتاع المؤلفين على الورقة ده مش عشوائي الترتيب ده محطوط بطريقة معينة طبعا وفقا للمجال البحثي كل مجال البحثي ده العورف بتاعه في ترتيب المؤلفين لو تلعبت بالترتيب ده عشان يبقى مين فلان الاول عشان بس هساعده في الترقية بتاعته طبعا ده سلوك غير اخلاقي للأسر بنشوف ان احنا في بعض الاحيان في ناس بتأجر باحث او عدد من البحثين عشان ينفزوا ويكتبوا الابحاء طبعا هم ممولين عن طريق الشخص فأنا كشخص بعمل حاجة غير اخلاقية مش عارف أعمل البحث بتاعه أهم أرجع بمقابل مادي ناس يعملوا البحث ويكتبوه وينفزوه كل حاجة وانا بس مش هضيف حتى اسمعهم يعني انا مش هضيف اسمعهم انا هضيف اسمي هم مروردين أجر طبعا هذا سلوك غير اخلاقي طبعا ده اسمه ghost authorship يعني الاثر اصلا مش موجود شبح اختفى الاثر الحقيقي وحطيت بداله اسمي أنا طبعا هذا سلوك غير اخلاقي لانا احنا فيه دلوقتي برضو منتشر حكاية الشراء لابحاث ابحاث قبلت فيه مجلات بحثية ومنشورة او معروضة للبيع خلاص ده مقبول ادفع بس انت وعشان احط اسمك على طبعا برضو هذا بالتأكيد سلوك غير اخلاقي الدكتور مصطفى تفضل مشكورا وقال عن الموضوع ده الاقتباس المتبادل اسمه citation circles ان انا مجموعة كده من العرفش بقى الاصدقاء ولا الزميل اقول له انا هعمل citation للpapers طاعتك وانت تعمل citation للpapers طاعتك والتالت يعمل citation دينا وهكده عشان نعلي citation بقيتنا كلنا طبعا هذا سلوك غير اخلاقي ان انا اعمل citation لحاجة ماناش علاقة بالبحث لمجرد ان انا عايز ايه اعمل manipulation او تلاعب بالسيستم بتاع citation مثال سابع ودي الاسف انا شفتها بعد ما الpapers تتقابل يقوم شخص ضايف قايمة طويلة جدا من citations لابحاث بتاعته هو شخصيا قبل التسليم النسخة النهائية اعن خلاص قبلت قبلت من غيرها او ما انا ضايف بقى عشرين citation لعشرين paper ليا عشان نعلي citation طبعا ده self citation بس ده excessive يعني self citation ممكن يحصل لو انا بكمل على بحث ليا لو انا فعلا في علاقة وثيقة ما بين البحث ده وبحث بحث اخر ليا في الماضي لكن مش بالطريقة دي ودى الاسب بنشوفه وسعاد بنشوفه من reviewers من مراجعين يقولك انا paper d نقصة 30 30 ما رجع دول وتلاقي مسلا 30 دول 29 منهم بتاع شخص معين هذا سلوك غير احرار في الحياة بنلاقي دلوقتي النتيجة للضغط الشديد على المجلات انها تبقى برضو لها ranking بتلاقي ان هما سعاد بيرغموا الباحثين ان هما يضيفوا citations لابحاث سابقة من نفس المجلة حتى لو هي ملايش علاقة يقولك انا مش حقق بل اصلا انا مش راح مش هدخلها اصلا لديو الا ما يكون فيها عدد معين من citations references للمجلة دي ابحثنا طبعا برضو هذا سلوك اخلاقي ده forced self citation للمجلة نفسها للجونر حاجة تانية وبدأنا نشوفها دلوقتي ان بعض الباحثين بيجي ياخد copy من research paper موجودة او جزء منها تبية طبعا ده اسمه pleasures لكن هو عشان يعدي pleasureism detector عشان يضل النظم الكشف السرقات الأدبية دي بيقوم مغاية شوية في التعبيعات الشهيرة يعني مثلا طبعا مثال ده انا مانشفتوهش حرية بس يعني مثال مش بعيد قوي اللي انا شوفته كلمة مثلا او phrase artificial intelligence ممكن يغيرها ليه artificial smartness مثلا عشان ما تبقاش exact match مع الحاجات الموجودة طبعا ده بيسموه tortured phrases وده اصبح دلوقتي حاجة موجودة والأسف انا انا شخصيا شبتها فطبعا ده ده سلوك برضو غير اخلاق السوق الاخير اللي انا حانوه عنه هو وده بدأت برضو اشوفه ان عشان انشر وخلاص بقيت اروح انشر ابحاث في مجال مفهود البحث ده اللي هو علاقة بمجال معين انشره في مجال في مجالات تانية خالص ملاش اي علاقة بي مثلا في special issue مثلا المجلة تانية صاحبها او الاديتور بتحها صاحبي مثلا فمسلا انا لاقي مثلا ابحاث ده علاقة بال national language processing او مغالكة لغة طبيعية منشورة ونجلة لعلوم الطبية البيولوجية مثلا biological sciences ايه علاقة ببعض مش مهم المهم انها اتنشرت طبعا هذا سلوك غير اخلاقي طبعا كل الامثلة دي طبعا في غيرها كتير جدا يعني لأسف مصطفى بس قال لي 15 دقيقة لمتد للعشر امثلة دول لو كان في وقت اكتر كنت كلمت اكتر لكن في غيرها كتير قوي من السلوكات غير الاخلاقية للأسف طبعا النتيجة لكده ان بقى الناس بيقوموا بالسلوكات غير الاخلاقية دي لاني محدش بيكلمهم لاني محدش بيقولهم ده غلط بالعكس يعني بيكافروا بيكافروا بحاجات كده او بيكافروا بترقيات غير مستحقة بيكافروا بشهادات ماجستير ودكتورة غير مستحقة بمراكز عادية بتصنيفات عالمية طبعا بتكلم هنا على جامعات غير مستحقة جوائز بحثية غير مستحقة فيناخد بيست رسيرش مثلا فانا غير مستحقة تماما حوافز مادية طبعا غير مستحقة سمعة ان انا بعمل رسيرش عظيم غير مستحقة وهكذا عاجات كتيرة جدا طبعا كل ده بعيد جدا عن الهدف الاساسي يعني نرجع بقى للاول سرايد في العرض ان هدف اساسي من نشر الابحاد كان ان انا اطور الوضع العلم مش ان انا اعلي بتاعتي طبعا ده السلوكيات دي بعيدة كل البعد عننا الهدف الاساسي طيب ايه واجبنا اتجاه السلوكيات انا يعني المفروض انك توكف دكتور فحاول ادام طيب خلاص انا قدامي ديتين ثلاثة بس بكتير دكتور ان شاء الله طيب واجبنا من وجهة ناضعية احكلم على اربع حاجات اولا سريعا سريعا جدا اولا توعية تانيا فتح باب النقاش مقاومة السلوكيات دي ورابعا تغيير طريقة التقييم الباحثي التوعية طبعا يعني دول دول مثالين لمنشورين على لينك دين الاول بحاول انا اقول في ان ظاهرة الاضافة لأسماء الاشخاص دي ظاهرة غير اخلاقية وبحاول بقول امثلة عليها وفي المثال التاني بقول ان بتكلم على الناس اللي هي زي ما تقول مصطفى قال على رفايل اللي بتنشر بح يعني فعلا هل ممكن شخص طبيعي ينشر عشرين طبعا الرقم عشرين ده رقم متواضع جدا يعني بتشوف مية وعشرين ومية وثلاثين جورنال في السنة هل ده طبيعي وكلمت على يعني ليه ده مش طبيعي ليه ده غير اخلاقي طبعا باستثناءات يعني قليلة جدا نادرة إلا في لو فيهن نوابغ يعني فدي مثالين التوعية انت طبعا كل فرض بقى من ناحيته يحاول ان هو يريز الاوانس يزيد الوعي في هذا الموضوع فاتح اباب النقاش طبعا اكبر او اجمل مثال ليه هو الندوة اللي احنا فيها جميل جدا ان يبقى نصها مخصص ان شاء الله للنقاش المفتوح مع الجمهور مع الجمهور الباحثين طيب مقاومة تلك سلوكيات انا حقول امثلة بس يعني يعني بعض النقاط سريعة اولا لازم كطلبة على اقل الطلبة لديوا تقفوا نفسهم بالاخلاقيات البحث العالمي مش بس ان انا عامل ازاي بحث ازاي اعمله باخلاق اتقف نفسي بعالة بسلوكيات الاخلاقية وسلوكيات غير الاخلاقية وطبعا اساهم في نشر الوعي كل ما لقيت حاجة لها علاقة بهذا الموضوع ثاني حاجة ودي طبعا لينا جميعا طلبة واساتها الموضوع مش نظري غير يتحلى بي عشان اقدر اتكلم غيري فده مهم جدا ومهم واهم منه كمان ان انا ما شوفش السلوكيات دي بتعدي قدامي واسكن على قد ما اقدر طبعا طبعا مناع منكم منكرم فليوهيو بيدي فإنما يستطع فيها بلساني فإنما يستطع فيها بقلبي كل واحد بايشوف مقدرته واستطعته ادرت توقفها انت وقفها ادرت بلسانك وقفها وغيرك طبعا فما توقف ما تعدهاش كده وخلاص ما تقولش لا دي دي منتاج ده كل ناس بتعمل كده كل واحدة هتحسب لوحدة فالغلط غلط فلازم نوقف لازم نوقف قدامه ده يعني مقترح اتمنى ان هو يحصل انه لازم يكون فيه لجان على مستوى الاقسام او الكليات او على قل الجامعات عشان تراقب الاخلاقيات البحث فيها لازم لازم عشان نتطور في هذا الاتجاه طبعا الحاجة الرابعة اللي انا هتكلم عليها بقى يعني في سلايد وحدها هي ان احنا لازم نغير لازم يكون فيه تغيير لطريق تقييم الباحثين ما ينفعش ان انا اقيم الباحث بكم النشر بالصيتيشن والأوليتش انديكس ان هم بسهولة بيتم دوقتي التلاعب فيهم زي ما ما تكلمنا بسهولة جدا الاقي شخص فجأة ما كان كان متين صيتيشن بقى تلات تلاف بقى عشرة تلاف بقى عشرين ألف بقى خمسين ألف سيئا جدا فده خلاص ده تم التلاعب به طيب المفروضة بتقييم الحقيقي مش بالنشر بس تقييم الحقيقي فيه فيه عوامل كتير قوي فيه ان انا الجودة بتاعت الابحاء هل هي لها قيمة فعلا مفيدة لمجتمع ولا لا الطلبة اللي انا خرجتهم هل هم طلبة فعلا متمكنين وفاهمين يعني ايه اعملوا يسيرش ومستقلين عشان يفيدوا المجتمع بتاعهم ولا لا جودة الطلبة اللي انا بطلحها المنترشيب اللي انا بعمله التوجيه والإرشاد اللي انا بعمله الطلبة عشان أعدهم ليه وظائفهم المستقبلية سواء بحثية أو أكاديمية الفوندينج اللي انا اللي انا الحقيقي بقى اللي انا فعلا كاتبه بإيه دي المختلحات بتاعته اللي بيحتاجها فعلا المجتمع ان انا مش بس ان انا اسمي على الابحاث لا انا لازم اعمل اتكلم عن الابحاث دي اتكلم للجمهور الباحثين ادي بابل التوكس على الاسيش بتاعي ده لازم يكون موجود في التقليل ان انا ادارس مقاررات جديدة ومواكبة للتطور العلمي في التخصص بتاعي واخترح مقاررات جديدة طبعا خدمة المجتمع البحثي عن طريق تنظيم الكونفرنسز والمراجعات قيادة المجتمع البحثي في اتجاه معين انا شايف ان المفروض البحث يكون في مجال معين فاقترح اعمل اشتغل فيه واقترح فيه مهام بحثية ومسابقات وورش عمل وحملات تقييم زي الموجودة في الفيلد عندنا وهكذا تمتع بصمعة طريبة في المجال البحثي لازم يكون انا في مجالي عندي صمعة مش انا شغال في عشرين تلاتين مجال كده حط اسمي هنا حط اسمي هنا حط اسمي هنا باشي ليها صمعة في اي منهم لا طبعا لازم يكون ليها صمعة في مجال البحثي التخصص بتاعي لازم يباليها تخصص الحصول طبعا على جوائز بحثية دولية وليس محلية للأسف الجوائز المحلية كتير منها يعني ما بيبقاش يعني دقيق فالحصول على جوائز بحثية دولية ده حاجة مهمة وطبعا اخيرا التمسك بالاخلاقيات البحث العلمي لازم اكون انا بعمل كل ده وبتمتع باخلاق البحث العلمي على حقيقية يعني مش من العدل اطلاق ان انا تقييم البحثين اكاديميين يبقى محصور في رقم او اثنين ده مش عدل ابدا انا فاهم انا عارف ان دي طريقة سهلة جدا ولكن الطريقة دي مش عادلة وبيتم التلاعب فيها الدليل على على كلامي ده ان سنة 2022 سنة الماضية واحد من اللي فادوا بي او حادوا على جائزة نوبل اسمه جون كلوزا الـ H 29 وده طبعا بالنسبة لفتاح الـ H الى في العالم ده ولا حاجة 29 ده ده يجيبوه في سنتين ولا حاجة ولا حاجة فده الحمد لله دليل ان يعني فيه امر وان الجودة هي الهم يعني ده H انكس متواضع بالنسبة للفتاح الدول ومع ذلك حاز على جائزة نوبل يبقى اهم مش عدد الـ H الهم هو فايدة الشغل والبحث اللي عمله للمجتمع والعالم اتوقف هنا وشكرا لحضوركم ومستمعكم واتطلع ان شاء الله لسريته سلام شكرا جزيلا دكتور تامير قبل ما ننكل دكتور فرانس بحب اذكر اذا في حدا عنده اسئلة ممكن يكتبها مباشرة على زوم او يبعث ليها مباشرة فضل دكتور فرانس 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 you may speak ان انجلش if you like فرانس 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 thank you very much and I'm sorry that my Arabic is not good enough to discuss the role of ethics and why does it matter so I will speak hopefully sufficiently slow I also hope that Mustafa will be able to pull out his AI system to translate in real time ت schmeuingth without what i'm saying in Arabic. so let me start. same... like doltahTON with a full disclosure in the beginning. Please you should never believe an ashanabbe who comes to tell you how you should measure quality scientific quality or scientific productivity in your particular context because all education of course is contextualized and I consider research an integral part من المستوى الأوليات الذية تجعله في المساولى المثال الأوليات المتحدة إلى الشغطة فيما يتحدث أن تحديق السبب ما يتحدث أن تحديق السبب وتلم يشكلت أن تحديق السبب أتمنى أن تجعل أكبر أحب أن تتعلم هذا المثال I hope you're going to remember this number and then I would like to speak conclude on talking about that can we actually evaluate scientific quality is this a western construct neo post colonial construct neoliberal construct or whatever and but how do we actually can we actually measure it so let me first start off what is what is the science community and actually this morning or right after lunchtime I'm teaching right now at brisade university at a meeting with three colleagues here at brisade university to discuss a project and there I felt what actually the science community is and that's my first point about it which means actually that the ensemble of the players in this room was more than the sum of the parts so if you want let's say that's the difference between for those who like math it's the difference between a product where every factor is greater than one and the sum of its part so whenever you have this feeling you are part and you discuss your scientific research your latest discovery your 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 intellectual discoveries then you actually part of creating you're part of an active community a scientific community and this scientific community has actually there are two things which you can consider one is people who have principles and other who have rules I know dr tamer what I understood from him gave a lot of rules out of you know how to manage these things but there are a few principles actually which is um which which I believe uh uh are uh absolutely critical and specifically all those uh uh crimes against the community as uh dr tamer laid them out uh well you don't commit crimes right unless you are uh on the wrong side of uh history so but what makes a community and uh dr tamer already in and evoke this question of mentorship so the first question which I want to ask anybody you know when I look at someone's profile and I'm all the time asked to evaluate people is who is your mentor who is your mentor and mentor is not someone who basically writes the papers for you or tells you to do x y and z and you're not independent who is your mentor and your mentor is critical because you see let's yeah that's that the mentor did a good job in orienting you towards an independent scientific career uh opening your doors where necessary and uh helping to get you started to get you out of the starting clock that's the first question the second question which I asked to my more senior colleagues when it comes to senior evaluation and for instance for the european framework programs is who are your mentees so give me a list of those here and tell me where they are right now how did you help them to reach their potentials uh uh how did you help them to reach their potentials so these are is a critical point about this before we speak about any scientific production we need to speak about the players uh uh of this and in the scientific we arm there are mentors and there are mentees i know this sounds a little bit like oh i don't need anybody i'm independent i'm i'm a grown-up person uh uh but the whole scientific community actually has always been based on it whether you derive your scientific approach from uh a group of people from your phd supervisor or someone else you we build up these uh mentorship groups and i believe that is something which uh makes the scientific community and with having a mentor and being part of a group of mentees i think many of the crimes which dr tamer evoked will simply not happen um so that's the first thing the second one is about what makes a productive scientific career and i can only speak about science and engineering here i cannot speak about humanities there are quite different rules but there's a good rule for science and engineering it's the 2500 days rule so remember this number 2500 days for 2500 days if you're working after 2500 days still on the same problem you either are uh close to getting um to discovering a complete new theory that may be so or you simply got stuck and uh uh you are procrastinating so typically 2500 days which is roughly seven years is sort of the time frame which you should give yourself to from the beginning to the end of a topic in your scientific career so when you think about it how many of those projects you're having you finish your phd around 30 maybe 30 with a postdoc 35 and you start your independent career you look if you are if you are lucky to two to three topics which which i call portfolio your your toolbox your portfolio in order to um uh tackle them from the beginning where you learn something new you enter a complete new field you have no idea what it is about until the point where you say oh maybe here i can contribute something to the field and the contribution to the field is uh is uh what is typically evaluated but actually for me it's much more interesting to see where did you start 2500 days ago when i see the output of um uh of this result which means in essence if you are lucky you have uh two home runs or three home runs as as people in baseball would would say meaning that you have brought a topic from the beginning from method development all the way through eventually with the impact translating it into impact uh uh in your career and that's a successful career so that is the 2500 days rule the last point then is okay let's assume that we have all this in place that we have the mentors the mentees system in place uh the key question of uh how do we actually evaluate scientific quality and it is a it's a big question right you know is uh is this actually really objective um is it a some western construct of uh some numbers uh which uh feed uh uh the benefit of a university to get up in in the ranking and with this getting more students or whatever type of logic may be behind it um let me be clear about it the how i see uh the scientific evaluations and i'm have been participating in the re-installment of tenure at the american university in beirut i'm permanently asked to evaluate colleagues for tenure in the united states i'm part of the uh european framework uh commission and so on my first question is always not what your age indexes or how many citations i don't give a damn about that what i ask is what is your narrative what is the story you tell me why you do what you do this is for me the most important thing because this makes me aware you know why you do what you do in which context and with a clear focus it is only based on this narrative that i can see well did this narrative lead to a result or is that still an open-ended point or is there something which i've never thought about and uh brought me forward so that's my first point about it about it what is your narrative and it turns out that that is actually the most difficult thing for scientists at these particular engineers and scientists to develop uh uh they have not the habit of uh writing um uh autobiographies or or um memoirs uh like uh in like in other fields um but the narrative what is a narrative actually a narrative is when you look back that you reconstruct the story which brought you in a scientific result to this very point you do it is the 2500 days rule where did you start 2500 days ago and why did you enter that field so this narrative i believe is absolutely key it is actually something like what what we do with all our colleagues at mit is uh developing uh this venn diagram you know in order to see okay what is your approach in uh uh where do you bring different fields together in order to uh advance uh uh the science and the uh engineering the product development eventually of um uh uh in your particular field so then is the question the narrative of course feeds into a community it is not independent of the community in which you operate the community actually is the one which cherish and elevates this uh this narrative if it is part of uh if if you want to have a space in this community you contribute with your narrative to the overall well-being of this community and this is when you are fresh out of a phd where you say oh in my phd i did x you have your elevator pitch and you bring this year forward to the to the next level or to the uh when you are senior person where said oh i've thought about this problem but was never able to solve it the third part then is with this narrative and this community to bring it back what are your um what is what are your numbers of students whom you brought up where are those students right now and where uh uh or postdocs and how did you help them to reach uh uh their uh potentials given all this you will understand that um the numbers the h index uh citation have no meaning in this uh in in this scientific community it's a construct actually it's a it's a no construct in order to provide some hierarchies in um uh departments in smaller units in order to see okay to make a comparison and maybe make salary distribution i think it is all on all uh us um uh science uh scientists uh uh whether we work in the humanities or whether we work in the in science and engineering to oppose uh this uh um obsession uh uh with numbers um it is not on the obsession with numbers it is actually we it is the laziness of the administration not to dive into the individual narrative which brings them to jump to numbers and compare them saying how much citation how much uh uh what is the age index and other type of uh measurements so this it is it is uh if our community wants to survive and science has never been under pressure as it is now in the 21st century we need to convince our administrators that their focus needs to be on our narrative on our scientific narrative otherwise science will simply disappear behind numbers thank you very much uh thank you france uh it's actually also very similar message from dr tamir was the way we evaluate we have to go to dig into the narrative and to see so numbers just numbers are not enough to evaluate colleagues in the promotion in the promotion sense okay now uh nintakel in uh uh dr mudark sees where the يعني حسب خطة البرنامج طبع مصطفى ضايل لأربع دقايق أحكي نزيدهم عشرة بصير أربع تاش أنا بدي أحاول أكون نقطة ده ومن بيني أحب أفكر كيف عندي نص يعني ببدأ بقرأ بجوز بعدين آخر شوية عن الناس بس خالي أنا أقول أنه أنا بحاول جاهدا أميز في تفكيري وبأمل أنه يعني لما لما بنحكي بهذه الموضوع يكون واضح أنه فيه هناك شيئين نسبياً مستقلين عملية البحث العلمي وبعدين تعميم ونشر نتائجه في عملية إنتاج معرفة وفي منتوج بالمعرفة اللي بجري بعدين تعميمه في ناس بتحب تفكر أنها بتسوقه أو بتبيعه أو اللي هو ولكن الحكم على إنتاج المعرفة من خلال النشر أنا بعتقد أنه هذه مأساة وكل الأرقام والـ quantifiers والـ h-indexes والـ citations اللي بنحطه هم بحاولوا يحكموا على عملية الإنتاج فقط من خلال ياريت نتيجتها وأنما من خلال قدرة المنتج على تسويق ما أنتجه في هاي المجلة في هذا الـ website في هاي إيش بيسموهم عندنا بجامعة برزيت الأوعية في هذا الوعاء اللي بنحط فيه أنا بحب أبدأ بسرد مقتضب بدي أخسر لحادثة حقيقية حصلت مع عدد جملائنا المزبوط اليوم استأذنته أنه أقول اسمه فهو الدكتور ماهر أبو ماضي ماهر أرسل مقالة للنشر في مجلة دي موضوع بعرفش قديش مشهور بس اسمه virtual water وتفاجأ لاحقا بأن أحد المراجعين الذين أوكلت إليه مهمة إبداء الرأي في المقالة بعد أن أوصى بصلاحية المقالة للنشر راسل زميلنا ماهر لأنه اكتشفه من خلال نوع الشغل اللي مشغول والأمثل اللي وارده لذلك ما هو عالم صغير هذا مجتمع الباحثين نادي صغير راسله وعبر عن استهجانه الشديد ليش ماهر بيكتب في موضوع بحاول يعالج مشاكل المياه في فلسطين أو شح المياه في فلسطين بحلول تقنية وما يشبه ذلك بالوقت اللي مشكلة المياه في فلسطين هي أنه إسرائيل تسرق مش أنه في مشاكل تقنية ولازم نوفر هون ونوفر هناك وما إلى ذلك أنه أنت هذا عرض لمشكلة ماهر كيف هنت منه هذه قصة قديمة تأمل شوي بشغله فكر بالرسالة اللي إجته وقرر يسحب مقالتهم من نشط طلب من المجال لأنه بطلت بدي أنشر أنا ما بدي أساهم في عرض حلول تجعل من شح المياه في فلسطين أمرا طبيعيا علينا إيجاد حلول تقنية لهو كأنه ناتج عن الجغرافيا الفلسطينية ولا عن المناخ ولا ما إلى ذلك لأنه هذا العرض يعني المشكلة الأساسية التي تكمن في سرقة مواردنا الطبيعية من قبل قوة استعمائية هلأ بفكر الواحد أنا هذه القصة هذا الزميل المزبوط مش أول مرة بستعملها في الواقع حتى استخدمناها في البورتل طبع تعلم أخلاق البحث العيم اللي نشأ مؤخرا في جامعة برزيل وفي كتير يعني مش كتير ولكن مرأ علي زملاء اللي سألوا يعني ماهر لما هذا الأستاذ لما هذا الزميل عمل هيك لما تسرق هيك هل كان ببالغ في ردة فعله يعني هل الحل التقني اللي كان مخترعه هو يعني مش حل بنفع العلم هل كان هو نفرط يعني في الحيطة والحضر في هذا الوقت هل كان هو عم بعمل يعني من نكران الذات اللي ما إله داعي اللي متجاوز لما هو ما هو أو أنا بسأل على الأقلب أو بقول إنه على الأقلب إنه هو فقط نشأ عنده شعور بالواجب شعور بالواجب إنه ما ينشر وهذا إشي شوي صعب تعب إنه تكون مشتغل وعندك إشي تقوله وتقرر إنه ما تعممه مشان لكي لا يفهم خطأاً أو لكي لا يغطي على شيء آخر ربما أكثر أهمية في المرحلة له وبالتالي بنشأ السؤال إذا كان يعني طبعاً إذا فيه واجب وتقاعسنا عن القيام بالواجب فيه مشكلة واضحة أخلاقياً أنا ما رح أدخل في يعني عرض بأعتقد ما فيه داعي لشرح إنه مثلاً السرقة مش منيحة ونسك وحط اسمك وأنت مش كاتب مش منيح وما إلى ذلك أنا بأعتقد إنه إحنا لازم نتجاوز في تفكيرنا مش لأنه هذه مش مش مشاكل هذه مشاكل حقيقية وحكا عنها دكتور تامر وبإستفادة ولكن فيه أشياء أبعد من الأمور اللي واضحة للمعالم الأمور البينة بتساءل إذا كان فيه علينا واجب وتقاعسنا عن قيام بالواجب الواحد بيكون كأنه يعني يعني متقاعس وهذا سوء ائتمام لأنه إذا علي واجب مهني لأنه أنا لأنه أنا متوقع مني شيء معين فلازم أكون بواجبي وبالتالي أنا بأعتقد إنه الناشر أنت بتحقوا نحكي إحنا عن النزاهة الأكاديمية أنا بأعتقد إنه ناشر مقالة لما أنت بتعرف عيوب من هذا القبيل فيها هو الفساد فساد ليش؟ لأنه الفساد هو قيامة الاقتمان الفساد هو بريتش أوف ترس لما حضا بيقتمنع خليني أخد دقيقتين بس وأحاول أتحدث بدي أقول إنه أنا بقص هون عبارة من زميلي اللي شفته موجود هون مع إنه حاطت شعار انتل بدل صورته باسم الزبيدي باسم 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 بفكر بمعدة الكبرى اسمها الفساد الأكاديمي تقوم النزاهة على الاعتمان مثل الوفاء بالواعد والحفاظ على الأمان وللاعتمان شكلان الأول صريح والثاني مضمر أو مفترض يعني وتشكل المسئولية المهنية اللي هي مسئولية الباحث تكون بصفة الوظيفية لأنه أستاذ في الجامعة أو باحث في الجامعة أو عنده عطو ما إلذلك أمانة صريحة أمانة صريحة وفي الغالب مدمجة في العلاقة التعاقدية بين الباحث ومؤسسته وبينه وبين الناشر ومدونات السلوة المهني وما يشبه ذلك ولكن اطلاع الباحث بالمسئولية بصفته عالما وأكاديميا أنا كنت عم بدور على قلمة عربية مناسبة لسكولر وما لقيتش واحدة خصوصي بس أنا بحب أستعمل كلمة عالم مش باحث لأن الباحث هي زي وظيفة فيضمر انتماءا غير تعقدي لأن المجتمع أنا لما أعتبر عالم ما حدا عينني عالم ما حدا أعطاني عقد أكون عالم هذا يعني نمط حياة تصرف طريقة التفكير وما إلى ذلك ما فيش تعاقد بيخلي الواحد عالم ولكن مع ذلك المجتمع عنده توقعات من هذا الشخص بتوقع منه إشي مختلف عن اللي بتوقعه من أعداء المجتمع الآخرين ولديه أمال مبنية على عمل السكولر هذا على عمل العالم وثقة خاصة مرتبطة بتقدير المعرفة لأنه المجتمع بتقدير المعرفة بيعطي حصانة إضافية على شكل حرية أكاديمية للعالم يعني المجتمع بيسمح لنا نعمل الأشياء ونتجاوز بعض الخطوط والقيود اللي آخرين في المجتمع مش لازم يتجاوزوها وممنوع لأنه فيه ثقة خاصة موكلة هذا الوضع بيجعل اطلاع العالم بمسؤولياته تجاه المجتمع وليس فقط المسؤوليات المنبثقة عن استقلاله ذاتي أو في الكناجمة عن علاقة التعاقدية يعني بنعمل شغلنا أوكي وعندي يعني استقلاليتي كأستاذ وكباحث وكعالم هذه قائمة ولكن فيه واجب مش إزاء نفسي ولا إزاء المؤسسة ولا إزاء مدار النشر ولكن إزاء المجتمع والإخلال بهذا الواجب إذا فهمنا شو هو هو خيانا للأمانة لأن المجتمع تمن العلماء على شيء معين وبالتالي الإخلال بهذا الواجب فسعد الفاسد يعني اللي بخلب الأمانة هو شخص فاسد لا يصلح لتأدية الوظيفة التي فسد في تأديتها فبنبطل ننفع أساد في الوقت عنهم وتتعلق بصفة الفساد هذه متطلبات ذات معيارية متغيرة ليش؟ لأنه اللي بنوصفه بالفساد يتغير حسب الحكمة التاريخية والمنطقة الجغرافية والمناخ والعداد والتجربة ومستوى المعيشة وغير ذلك هناك محددات اجتماعية ليس فقط تلك التي يحددها المجتمع الأكاديمي يعني المواصفات الأكاديمية لا يتم الحكم على تصرف العالم بسياق محددات اجتماعية من الأمثلة الواضحة هون بفلسطين وفي العالم العربي مثلا التطبيع مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية هذا هذا مطلب اجتماعي المزبوط مش مطلب أكاديمي مطلب سياسي اجتماعي ما له علاقة بالمعايير التقنية للعمل الأكاديمي بكلمات أخرى هناك توقعات اجتماعية من المجتمع المحلي والوطني والعربي والبشري بشأن ما يقوم به الباحث والعالم والمدرس لذلك لا يمكن اختزال دور العالم بإشباع حب استطلاعه لأنه في حدا بيعتقد أنه طالما أنا بشتغل بالإشي اللي أنا نفسي أشغل فيه بحب أشتغل فيه معناها كل شيء تمام طبعا لازم نقدر نشتغل بإشباع حب الاستطلاع اللي عنا هذا دافع رئيسي بدونه بدونه ما بقدرش الواحد يكون عالم أصلا ولكنه لا يكتب كمعيار للعمل ولا يمكن اختزال دور العالم بتأيدي ما هو مصوغا لهم المؤشرات على النجاح والتقدم الوظيفي بأنه هذا يعني أنه لازم تنشر ولازم تترقى ولازم يكون عندك اكتباسات ولازم اللي كان عم بيقول عنه أنه لازم يكون عندك منترشيف أنت لازم تشرف على ناس وتدعمهم تدفعهم في داخل المؤسسة الأكاديمية ولازم أنت مثل ما حدا ساعدك وحضمت عمل أنا بسميه لما بتبدأ أنت في هاي لما بديت في مسيرك الأكاديمية في البداية ولكن هاي المؤشرات هي مؤشرات على شيء آخر اللي جوهر المزاحة والفساد بكمن فيه وليس في مؤشراته تخيلوا تخيلوا لو قامت الجامعة باختذال دورها كجامعة في منح العلامات والشهادات طبعاً إحنا بنحط علامات للجامعة طول الوقت مشان نقيم إذا كان تدريسنا صح وإذا طلابنا درسه بس ما بنفع واحد يتخيل إنه شغل الجامعة والجامعة المليحة هي اللي بتعطي علامات أكتر أو علامات أقل أو بتوزع الشهادات أكتر أو شهاداتها أكبر أو يعني أنا بقول أشياء مضحكة لأنه تعريف دور المؤسسة الجامعة في عملية تقويم جزء من نشاطها النشاط الذي يتم في داخلها بدلاً من التعليم وإنتاج المعروفة هو إيش خاطر وهذه جامعة اللي بتعمل هيك رغم أنه فيه نزوعات كثيرة في الدنيا بهذا الاتجاه مش هيك عند الجامعة وعند الأساذ وعند الطلاب ولكن الجامعة اللي بتعمل هيك اللي بتفكر أن دورها هو تنهطاتي علامات وتنجح وترسب ومش مهم الجوهر المعركي اللي بنشاء هذه جامعة فاسبة والأمر ذاته ينطبط على اختزال عمل العالم بالنشر والأسوأ من اختزاله بالنشر هو اختزاله بالنشر في أماكن محددة لأغراض محددة وأمانية مشان أترقى مشان الدخل مشان لبرستيج كل القائمة اللي عرضوا مياه تامر دكتور تامر مبكراً في العرض اللي قدموا لنا دعونا نعود إلى السؤال عن الاقتمال فما هو المؤتمن العالم عليه إحنا عايش شو هي الأمان اللي في رقابنا وما هو المؤتمنة المؤسسة العلمية عليه لأنه كمان في الجامعة إحنا مش أفراد فالتين إحنا جزء من مؤسسة وإلى أي مدى يمكن أن يكون العالم أميناً في مؤسسة غير أمينة والعكس هل بيقدر تنشئ مؤسسة أمينة من مجموعة أسادزة فاسدين واتجاه من تطع مسؤولية العالم ومسؤولية المؤسسة العلمية مين اللي بسائل كيف لازم يسائل في الحاسب تجاه بعضهم البعض يعني الجامعة بتسائلني وأنا بسائل الجامعة وبصير عندنا منظومة اللي بالعربي بنسميها عقلة أنا بعمل إشي اللي الجامعة يكبر الـ QS تبعها والجامعة بتغض نظر عن المكامل الفساد اللي عندي لأنه يعطيه مصالح مشتركة ما بزبوتش لازم يكون في جهات ثالثة اللي أنا بعتقد بتروح أبعد من المؤسسة نحو ما أطلق عليه فرانس المجتمع العلمي ولكن المجتمع أيضا المجتمع أيضا وفيه إشي اللي لازم ننتبهله الأكاديميين إحنا إحنا نخبة في المجتمع وهذه النخبة هذي مش مسبة ولكن كمان مش إشي عظيم هذي المجموعة المنتخبة اللي شغلها العلم والأكاديميا ممكن جدا تدخل فيه تناقض مصالح بينها وبين المجتمع بينها وبين المجتمع الكبير ممكن جدا إنه تكون إحنا مصالحنا غير متطابقة بلاش متناقضة غير متطابقة مع الاتجاه العام اللي اللي مجتمعنا أو البشرية بجهية وإيش بيصير لما بتنشأ هاي التضربات هل توجد مسؤولية خاصة لما العالم السكولر اللي مثل جزء كبير من اللي قاعدين هون يكون مستعمر هذا مثله مثل اللي فيه الام اي تي في الظرف الكولونيالي في دول الجنوب عامة في الدول الأفقر اللي ما عندهاش موارد للبحث العلمي اللي ما عندهاش متسع من الوقت للبحث العلمي وفي حالة العمليات التحررية وهل الحرية الأكديمية مشروطة بالوفاء هل حريتنا احنا بنظل نطالب بحريتنا ما تقربوش علينا الحرم الجامعي له حرمته ممنوع حدا يقرب عليه وإحنا مصرين على ذلك ولكن هل هاي الحرمة اللي احنا مصرين عليها ولازم نصر عليها مشروطة بنمط أداء معين عنا أخلاق مستوى ثرشل يعني عتبة عتبة أخلاقية تلييق بنوع الحصانة اللي موجودة عند الأكاديميين الحصانة اللي موجودة عند المؤسسة الأكاديمية ولا لا هل نحن جديرين بلغة بالآخر هل نحن جديرين وماذا يجب أن نفعل لكي نكون جديرين بالثقة التي يمنحنا إياها المجتمع كعلماء قدرت أن أعرض كل هذه الأسئلة ليس لأني أنوي الإجابة عليها بأي شكل تفصيلي تفاهمين هذه أسئلة كتير وطويلة لكن لأني أعتقد أن المجتمع العلمي يمر مؤخرا بأزمة تتعلق بجدارته بالثقة من جهة وأزمة أخرى تتعلق بدوره في تلبية تموقعات مجتمع مش بس لأنه مش قادر يلبيها لأنه بتطلع باتجاه تاني أحيانا ولكن لأنه المجتمع معرفتش ألاقي المصطلح بدي أستعمل مصطلح عمري ما سمعته بأمل يكون مش غلط بأمل أنه ما في حدا خبير قوي باللغة العربية هون يقول يخبس بس سميته مجتمع يتخضرم بمعنى مجتمع توقعاته تتبدل مجتمع توقعاته قيد التغيير وهي هلامية لأنه هو ينتظر بزوغة تجري عصر جديد إحنا في مرحلة على مش إحنا على باب عالم جديد باب حقبة جديدة في التاريخ بالأزمة كبيرة النيوليبرالية في إجماع على الأقل بين الاتصاديين أنه النيوليبرالية كمنظومة قيد الانهيار ما حدا بيعرفه ولكن شو اللي بده يحل محلها والمجتمع بفلسطين فاهم أنه ما بنقدرش نستمر في العيش تحت الاحتلال تماما ولكن ما حدا عنده فكرة كيف سنخلص من هذا الاحتلال يعني سنة الـ 75 أنه كان كل صحابي يشرحولي كيف قلنا الإخلاص منه اليوم ما في حدا بقدر يشرح مجتمع تراجع في معرفته على ما يبدو لأهدافه وتصوراته عن تحقيقه وما إلى هذا المجتمع بتوقع من العلماء بلكن توقعاته مرات بتصير كأنه مطلوب من أن نصير سحرة وهذا غير ممكن ولما نخيب أمل المجتمع نحن لأن الأزمات البشرية كبيرة والعلماء غير قادرين على أن يقدموها جزئيا ربما لأنهم مشتغلين بينهم ينشروا مثلا لأغراض التركية وليس لأغراض حل أزمات البشرية لاتجاه السائد اليوم خليني أحكي عن جامعة برزيت على وجه التحديد استعملها كمثال يفترضوا أن الطبيعية للجامعة ومنهم فيها هو الانضمام بل الارتقاء إذا بتسمع الخطاب المستخدر الارتقاء إلى الاتجاهات والتوجهات والقيم الأكاديمية العالمية نحو العالمية إحنا بدنا نصير عالمية بيد أن هذه التوجهات العالمية اللي إحنا نطمح نصير منها تعلم من على المنبر الأكاديمي أن العالم ليس واحد ما فيش إشي واحد عالمي مش بس وأن هناك ثنائيات منبتتة عن الواقع الكولونيالي الذي قسم العالم إلى شمال وشنوب غني وفقير شرقي وغربي قادر ونامي دول OECD والباقي متمكن ومحتاج إلى التمكين إحنا ببنا في حد وهكذا ويأخذ الانتسام في داخل المنظومة العلمية اللي بيطبع هذا الانتسام الكولونيالي أشكالا متنوعة فطارة يساهم العلم في التفوق العسكري من أجل محوي منجزات منجزات مشارية بس مشارية أخرى في دولة أخرى طبعا إذا استثنينا مشاريع الحرب النووية اللي بتدمر العالم كله يعني عليه وعلى أداء بس يعني كمان العلم بعملها وطارة أخرى تأخذ التنائيات شكل عرض عنصري بطوب لبرالي للعالم مثل صراع الحبرات ها اللي إذا إذا حدا يعني بتطلعوا بهيك بأول صفحة من هانتنغتون بتشوفوا العنصرية بتشروت من النص ها إنه الناس مختلفين لأنه جيناتهم مختلفة في الصينيين مختلفين عن الباقي وطارة أخرى تأخذ شكل عرض الحياز أيديولوجي مثل القول بنهاية التاريخ طبع في قيامة إذا تتذكروا وتأخذوا أحيانا منحة الدعم التقني واللوجستي للسياسات العنصرية ولسياسات الأفارتهايد ولعمليات المراقبة والتحكم شوفوا إسرائيل بتفكروا التطور التكنولوجي اللي بيصير بإسرائيل الأكاديميا الإسرائيلية يعني مخصهاش فيه ولا إنه الأكاديميا الإسرائيلية مش جزء من العالمية اللي بدنا نوصلها ومش الإسرائيلية اللي حالها بالمناسبة يعني هذا إسرائيل هي مموذج صارح ولكن الشيء هذا موجود وبسبب وجود اتجاهات قمعية قربت أخلص وبسبب وجود اتجاهات قمعية بس تقمعنيش أنت غير أخلاقية ضمن ما يعرف بالاتجاهات العالمية فإنه على الساعين للتحرر اللي مثل ما يعني شعوبنا والحرية عدم الإنجرار وراء هذا النوع من هذا الجانب من العالمية بل وقفها وشق الطرق المتجهة نحو الحرية ولكن هناك مخاطر في مشروع مواجهة الاتجاه الاستعماري إحنا هذه الأفكار موجودة عندنا كل زملائي اللي أنا بعرفهم يعني بوضوح بيشتغلوا ضد هذا الإشيء الاستعماري بس بتصور فيه بعض المشاكل لأنه ممكن نواجه الاستعمار بطريقة مش بس يعني مش بس ما تشتغلش يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى الخضوع له بل ومساندته فيمكنه خلال محاولة السيرة عكس الاتجاه الاستعماري قبول مقدماته وفرضياته إذا بتقبلوا نفس الأسامشنز مثلا إنه الناس معين بيده سود ولا شماله جنوب ولا مثقفين وغير مثقفين متحضرين غير متحضرين إذا قبلنا هاي الفرضيات تلاقي يعني ترك الساحة لأسياد المعرفة والسياسة ومحاولة التحوصل في فقاعة محلية لخلق عالمي قاصة فينا إنه إحنا كل العالم مش مهم إحنا بدنا نحن قلسطيني ولا العلم العربي ولا العلم الشرق أوسطي ولا شو ما عرفني العلم بنكهن جديدة زي طبعون المعسل لا تتحدث ثنائيات الاستعمارية بل تسعى إلى مضاهاتها واستنساخها بشكل مصغر وفي ببل في فقاعة في مكان ما في جامعة هنا أو هناك واللجب في هذه الاتجاهات التي تجدوا عالباً في الخصوصية والاختلاف والتفرد نصف الكأس المليء يعني بمبسوطين عن الخصوصية مقبولة ضمن الاتجاه الاستعماري المهيم بنشرولهم على فكرة دول اللي بكتبوا عن الخصوصية التقافية الفلسطينية ما إلى ذلك لأنها تدعم الأسس التي يقوم عليها النهج الهيمني الاستعماري لأنها تعزز بكرة التنائية وأنه الناس مش واحد وأنه العالم في انقسامات بل تضمن له شرعية مضافة وترسقه وتوسع استخدام منهجياته بعد إعادة إنتاجها بأغلف جنوبية وقوالب محلية أما المأمول فهو لفظ التنائيات الاستعمارية والمساهمة في وحدة المعرفة البشرية وشحظوا أهدافها بما يضمن عدم التخلي عن القيم الأخلاقية المتجسدة في العدالة والإنسانية والحق يعني بقدر واحد يعمل ليستها طويلة بس أنا بفكر هدول الثلاثة بيوفوا بالغرض وبدلا من التخلي عن العالمية وبدلا من الانسياع لثنائياتها الاستعمارية يجب العمل على جعلها فعلا عالمية يعني حسب ما وولرستين بقول يخلي اليونيورسل يصير عن جد يونيورسل ويتطلب ذلك خلق البدائل وإنتاج المعرفة وفق مقاييس حاجات المجتمع وليس وفق النمط السائل الذي يخدم منظومة الهيمنة والاستعلاء أي أن ما نحتاجه هو الاشتباك مشان أستعير عبارة شهيرة لشاب فلسطيني تشهد من أكم سنة الاشتباك مع المنظومة القائمة وليس الهروب منها إلى فقاعات موضعية محلية أو إثنية أو قومية أو ما شاء ولا قرع الأبواب تبعات العالمية اللي تقولها تعرفوا في نقطة متأسف بدي عشر تواني زيادة يقول لكم نقطة جيجج بيقول بالزمنات كان الدنيا the west and the rest بعدين العالم صار قرية واحدة بس كل العالم اللي كان برا الwest صار واقف على الباب بيدقه بيستنى يدخلوه كأنه برا هذا العالم ولا قرع الأبواب لدخولها إنما يحدد عملية علمية ومكانة المنتج المعرفي هو أولا منطقه وسلامته المنهجية وموضوعيته وثانيا جدواه وفائدته الاجتماعية وليس مساهمته في ترسيق التشوهات المعرفية الضرورية لتبرير التفوق والعنصرية والاستعمار اللي هم بالمناسبة ال-H index وما يشبه ذلك فما ينتجه الفلسطينيون مثلا يشكله إنتاجا معرفيا ذا مكان إذا كان له مكان في مشروع الحرية إذا بفيد معناها ممتاز معناها إله مكان وليس في التحتيت من وطقة العبودية مش نجمل الوضع السيء اللي إحنا عايشين فيه ونقول خلينا مثلا بس يفتحوا لنا جسر ساعتين زيادة ولا يعطونا بطاقة مرئني على الحاجز بسرعة بدون دور مثلا ولا إيش من هذا النوع إن الأوعية العلمية التي تدفعنا المنظومة نحو النشر فيها والمنظومة على فكرة مش بس بيرزيت أنا عم بحكي عن مثل أنتم بتعرفوه بس المنظومة اللي عرضوها منيح دكتور تامر ودكتور فرانس تقبل في الغالب الواطع الراهن للعالم على أنه طبيعي هذا العالم اللي فيه مستعمر ومستعمر بيشوفه عادي وبيحكوا عنه وبحللوه إلى ذلك وتقيموا إنتاجنا من منظور جدارتنا بالدخول في هذه الطبيعية اللي اسمها الحضارة ولكننا بصفتنا المتضررين المباشرين من النظام السائل إحنا بفلسطين هيك متضررين بوضوح بدهاش يعني تحليل الشغل علينا قلب المعادلة وفحص جدارة الأوعية اللي بدنا ننشر فيها مش هم بيشوفوا إحنا جدارين بنشر ولا إحنا اللي لازم نفحص جدارة الوعاء المجلة اللي بننشر فيها من منظور مساهمتها في مشروع الحرية والمساواة والعدالة واحتقالها بقى نعمل بعدين ندوة تانية عن هذا كيف نقدر كيف نفحص هاي الجدارة شكرا أنا متأثر مش كتير طولت أنا مستطفى لا بس ربعة ساعة لا يعني مش مشكل طيب شكرا لكم جميعا إذا في حدا بحب بشارك في مداخلات مباشري في الصوت والصورة فيش مشكلة إذا في حدا كمان بحب يرسل أسئلة فيه كمان الدكتور طلال بحب ضيف بعض المداخلات الدكتور طلال هو نائب الرئيس تشويل الأكاديمية وهو الآن أو قريبا رئيس الجامعة إلا خمس دقائق إلا خمس دقائق فهو كمان معني وناشط في هذه القضايا فضل دكتور طلال انت ميوت دكتور طلال دكتور طلال انت عليك ميوت انت معت الناس حرية يفتحوا ميوت وذكروا مساء الخير بالضبط هذه هي إنه مكنش عند حرية عمل ميوت آه هذا عبد عثمان آه فيه كان تقييد تقنية طيب مساء الخير يعطيكم العافية وشكرا على الندوة الثرية شكرا لها دكتور تامري سيد دكتور فرانس دكتور مبر آه على المداخلات الهامة والقيمة واللي بتورجي إنه ليش الندوات البرزتية لازم نضال مستمرين فيها بالواقع في عندي تعقيب آه من ثلاث محاور يعني مش بالضرورة إنه يطال كل ما ذكر ولكن آه بحب أبلش بمقولي باشلر الفلسوف الفرنس اللي بكله العقل العلمي يتنكر دائما لما ينجزه من حيث دابه على نقده وتصريبه فموضوع الاقتباسات ومعامل اتش وكل الوسائل القياسات اللي بتم استخدامها طبعا ممكن إحنا نناقش أهميتها ولكن ما يجب أن نتفق عليه هو في كونها ليست هي عوامل تقييم الحصرية بخلاف ذلك طبعا إحنا بنوصل للمستوى مو يمكن وصفه ربما بالعبودية البحثية يعني بنعرف كلنا إنه شو الهدف من العلم ليش ننتج المعرفة ممكن نقول بجملة عام لأجل الحقيقة والصالح العام للبشرية ولكن عندما يصبح إنتاج المعرف هدفه هو الأرقام فعندها يمكن استخدام توصيف العبودية البحثية أو شيء قريب منه يعني إحنا مش لازم يغيب عن ذهننا إنه البشرية زاد عددها بوثير هائلة بخلال آخر مئة سنة يمكن مع بداية القرن الماضي كان العدد البشر مليار أو مليار وشوي حاليا قطعوا يمكن وصلوا 8 مليار فهذه الزيادة دفعت باتجاه طبعا استثمارات كثير كبيرة في التكنولوجيا التكنولوجيا الصناعية والزراعية وغيرها ومع الأسف الوسائل التكنولوجية تم إنتاجها بوثيرة تتخطى كثير القدرة على بلورة حكمة الاستخدام لهذه الوسائل فصف عنا العديد من التحديات والمصائب ممكن نحكي الصحية والبيئية والاجتماعية وغيرها وصلنا لمستويات مهولة من التلوث في الماء وفي الهواء وفي التراب الاتزال الأيكولوجي اتأثر والعوائل الطبيعية طبعا للكائنات الموجودة في الكوكب مثل المايكروبات والفيروسات تم تدميرها ونحن بشباعات طبعا عن تجربة كورونا اللي خبناها فهي كلها لا يمكن إغفال المشاكل في تعريفنا للعلم والتكنولوجيا ودورها في داخل المجتمع والحضارة الإنسانية طبعا الربط هذا لازم دائما يكون موجود في ذهننا القضية الثانية اللي سريعا بحب أحكي عنها هي موضوع النشر المفتوح يعني النشر المفتوح فيه له عدة منطلقات تعرف فيه كان النشر التقليدي للمكتبات هي بتدفع تكلفة الاشتراك في دور النشر ولكن في آخر عقد من الزمان أو ما يقاربه صار فيه اشيء يسمو open access يعني النشر المتاح الوصول أو النشر المفتوح اللي صفى فيه اللي بدفع تكلفة النشر هو الباحث اللي بدو ينشر بدل ما كان القارئ في الأول طبعا المكتبات بالنيابة عن القراء كانت تدفع صفى اللي بدو ينشر هو اللي بدفع وهذه فتحت الباب لممارسات سلبية كثيرة ولكن يجب التأكيد بأنه ليس من الصواب أنه نربط النشر المفتوح كليا بالممارسات السلبية بشكل متلازم يعني مش كل بايبر بتنتشر في open access journal هي ضرورة بدأ تكون ممارسة سلبية في كثير من المجلات المرموقة اللي بتنشر ضمن النموذج النشر المفتوح وفي كثير من الممولين اللي أصبحوا يشرطوا أنه النشر يتم في أوعية متاحة الوصول فهذا الموضوع لازم ننتبه له حاليا طبعا لو نشوف المنشورات الصادرة من فلسطين يمكن صفة تونشوربي النموذج النشر المفتوح وفي العالم النسبة يمكن قريبة في المتوسط من بين 30% إلى 35% حسب آخر إحصائية قراءتها والموضوع الثالث أو النقطة الثالثة هي أنه النشر العلمي حاليا بمر بتغيرات جوهرية يعني مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط موضوع أنه نصنف المجلات Q1 وQ2 وغيرها عمال يعاد النظر فيه موضوع الـ impact factor كيف نعرفه يعاد النظر فيها طبعا أكاديمية العلوم الصينية قادة جهد بهذا الاتجاه وطرحت مجموعة من التساؤلات التي تتعلق ب ما الذي يمكن أن يجعل مجلة أو وعاء بين قسين نشر موضوع تساؤل فأصبح يستخدموا الذكاء الاصطناعي ومؤخرا طبعا Web of Science سحبت يمكن خمسين ولا خمسة وخمسين مجلة أسقطت الـ impact factor عنها كنتيجة للتقييم اللي بيكون فيه الذكاء الاصطناعي وحسب ما ورد في أكثر من خمسين مجلة حاليا قيد التقييم فالمعايير هي بطلت بس شو عدد الاختباسات للمجلة أو الأوراق المنشورة في المجلة بتحصل عليها هي المحدد للـ impact factor في مراجعة لهذا الموضوع علي ينفي عندكم عدد المقالات اللي بتنشرها المجلة فهذا مش في صالح المجلة إذا كانت تنشر عدد مقالات كبير في فترة زمنية قصيرة في عندكم مثلا معدلات الرفض في المجلة يعني المجلات اللي فيها معدلات رفض منخفضة بنحط عليها علامة سؤال في بعض المجلات معدلات الرفض بتوصل 95% فيها في عندكم برضو رسوم النشر اللي اللي بدفعوها المؤلفين مشان ينشره Article Processing Charges بسموها فكل مر برضو هذا المبالغ اللي بيتم دفعها ممكن انه يتم ربطها برضو مع مستوى المجلات هذه ودرجات خلينا نحكي الممارسات السلبية اللي بتتبعها في الاختباسات الذاتية اللي 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 يعني في مجلات هذا مش خفي انه بعض المحررين لما بتبعث paper ف مرات الحكام والمحررين ممكن يوجهوا المؤلفين انهم يعملوا اختباسات من مقالات نشر تنفس المجلة وفي وفي حتى بعض المؤلفين اللي هو بيعمل هذا الاشي مشان يزيد معدل القبول لل paper اللي ببعتها في عندكم retraction برضو صفة مشكلة كتير كبيرة في موقع اسمه retraction watch اللي باستمرار برصد ال papers اللي بيتم سحبها ففي عندكم تزايد كبير في سحب ال papers في آخر فترة وهذا بيشر طبعا لوجود مشاكل فيه مش بس في المحتوى لل papers وإنما في جودة الإجراءات التحريرية اللي المجلة بتتبعها درجة التدويل مثلا عمالهم بتطلعوا عليها وبشوفوا التنوع الجغرافي للمؤلفين يعني كل ما كان فيه تنوع جغرافي للمؤلفين أكبر كل ما كان فيه اعتراف أفضل بالمجلة حول العالم فهاي بعض التغيرات اللي عمالها بتصير مع الذكاء الاصطناعي العملية الأكاديمية من ناحية الإجراء في داخل الصف من ناحية التقييم مستوى الطلاب وبالإضافة لذلك طبعا عملية النشر العلمي كلها حاليا تقضى للكثير من التساؤلات والكثير من الاستفسارات وممكن نقول أن الذكاء الاصطناعي بباغة البشرية بأكثر من جانب النشر العلمي هو واحد وشكرا أتمنى أنه أكون معظم شكرا دكتور طلال في كمان كان دكتور عادل رفا إيدو بس أه سلام عليكم أه دكتور فضل يعطيكم العافية. مشكورين على الندوي وموضوع مميز جدا. في مجال تعرف بنفسك دكتور. الله يخليك آآ آآ عادي رجائدي. آآ طبعا بكالوريس خريج جامعة بيرزيت وحاليا آآ استاد مشارك في جامعة النجاح الوطنية في هندسة الطاقة المتجددة والاستدامة. الندوي مميز جدا بس لأسف انا حضرت آآ آخر عشر دقائق بسبب الالتزامات. فكنت دكتور مصطفظة في مجال يزودون بالرابط التسجيل للندوي. آآ آآ تمام. الندوي مبثت على الفيسبوك والتسجيل موجود. رح نبعد شكور. مشكور جدا. تحيان. السلام عليكم. صوتي واضح. آآ لو في مجال تعرف بنفسك في البداية. انا اسمي اسمي سنة قدورة. دكتورة بجامعة الزايد بالإمارات. آآ اهلا دكتور. كيفك دكتور مصطفى. شكرا كتير لهاي الندوي. شكرا للمشاركة. يعني ناس انا كد احب كتير ان اسمع منهم الدكتور تامر. والموجودين اللي بعين اكيد. انا بس حاب اقول انو نحنا بالنهاية انا ما عندي سؤال. انا حابة احكي رأيي. بالاخر خمس سنين الريسرش تغير كتير. نحنا كان نيو دكتورز. نيو اسيستنت جايين على دومان الريسرش. جايين احنا بمجتمع مختلف عن المجتمع اللي انتو جيتوا فيه. لما انتو جيتوا كاسيستنت كروفسورز كان عدد الريسرشرز قل من اللي موجودين حاليا. كنتم يعني لما تقدموا على جورناز تكونوا واحد بالالف. حاليا لما عم نقدم على جورناز عم تكونوا واحد بالمليون. نحنا عم نواجه كتير رفض لمجرد. مو معانا اسامي كبيرة. انا عم بمشي انا عم بعمل رياضة عم يروح هنا اسوك. مو معانا اسامي كبيرة عم نواجه رفض لانو بقولولنا انو نحنا نسبة اللوبول بالالجورناز خمس بالمية ما رح يقولولنا نحنا كـ can you people او انا رسة. ما عندي الا بيبر او اثنين. فانتو كدوركم كاشخاص صورة بروفسورز هاي النجلة لازم مش تتوجه لانك اشخاص. انا بتخيل هذا الشي لازم يكون فيو اخذ قرار على مستوى جورناز. على مستوى مؤسسات. على مستوى انتو تعملو لنا جورناز يكون فيها هاي المعايير اللي احنا منتمنى تكون موجودة نقدر نقدم عليها. ولما تشوفوا انتو جودة عمل كويسة بس عمليتو سناء قدورة بعتذر. سناء قدورة لوحدة تقبلوه لانو جودة العملي كويسة مش لانو سناء ما معاها فلان او فلان او فلان. فشكرا للكم كتير لهاي لهاي الندوة. بس بتمنى انتو كاشخاص يعني مطلعين وما شاء الله صار عندكم اه يعني اسم بالمجال للريسرش تاخدوا اه يعني اه يعني تاخدوا اكشنز على مستوى الجورنز وع مجال المستوى البحث العلمي الكبير. وشكرا للكم وبس هدا شكرا لك. شكرا لدكتورة سناء انا بتفهم بحكة اللي كلتين. هو فعلا في مرات بت بتعرض الباحثين من دول بتكون مش كتير معروفة يعني اذا ما كانت شلق البحث من اميركا ومن اوروبا او يعني لها علاقة مرات اسم الدولي واسم الباحث. وشلليات البحث العلمي مرات بيقبلوا من بعض وبيمنعوا غيرهم يدخل في بعض المجالات إذا في حدا بحب يعلق من المتكلمين عن الموضوع فضل الدكتور تامي شكرا دكتور صانع على المدخلة أنا الحقيقة يعني معرفش يمكن في كمبيتر ساينس الوضع يمكن لحد ما فيه اختلاف شوية يمكن عن الفلسطانية بس إحنا في كمبيتر ساينس في المؤتمرات في حاجة يسمعها دابل بلايند ريديو يعني الشخص اللي بيعمل ريديوه مش عارف المؤلفين أسماء المؤلفين متشالة وطبعا المؤلف أو الباحث مش عارف طبعا أسماء المحكمين فدي حاجة مهمة جدا لأن زي ما حديدك تقولي كده ساعات بيبقى فيه بايس لو أنا شايف جامعة مثلا ستانفورد فأنا أقول لا ده شغل اللي أكيد شغل اللي رائع قبل ما حشوفه يعني نسبة الخبول بتاعتي 35% إنما لو شايف من جامعات تانية حقول لا لكن لو أنا مش عارف أصلا مين المؤلفين المفروض أن الموضوع يبقى فير أكثر فأنا الحقيقة مش عارف أن أنا كشخص بتسائل برضو بعلي سنين بتسائل هو ليه الجونالز ما فيهاش دابل بلايند ما فيهاش الموضوع ده كونفرنس كتير جدا على أقل في المجال بتاعنا في كونفيتر ساينس دابل بلايند طبعا فيه سينجل بلايند ودي مش كويسة طبعا لكن دابل بلايند دي بيري فير أو الحد ما فير طبعا في بعض في الادمستريشن بيعرفوا مين المؤلف ولكن على أقل ريفيوز ما يعرفوش فأنا الحقيقة مش عارف أنا بتسائل معاكي ليه الحل البسيط ده مش موجود في المجلات أنا مش قادر بصراحة أفهم لغاية دلوقتي المفروض ده يتعامل الحقيقة يعني بما أنه كمان الدكتورة سناء هي في بجال الكمبيوتر ساينس وفي النترال لانجوج يعني ممكن أنه تتوجه في البداية للمؤتمرات تنشر في المؤتمرات تعمل اسم بعدين تنتقل للمجلات يمكن طيب فيه كمان مداخلات معانا أحمد صباح مسائل خور جميعا يعطيكم العافية بحب أعرف عن نفسي أنا أحمد صباح طالب دكتورة في جامعة بيرزيت في برنامج علم الحاسوب بحب أتشكركم جدا على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتوها جميعا بس دكتور إحنا كطلاب دكتورة صراحة إحنا هنا صرنا بشوي احترنا بزيادة لأنه من أين نقرأ وأين ننشر إذا كان أنا عندي اليمباكت فاكتور والمعلومات الانديكيتور اللي أنا بروح عليها كطالب دكتورة عشان أقيم المجلة هي مشكك فيها من قبل يعني كونكم أنتو الكميونيتي اللي بتشكل هذا الشيء فأنا كطالب دكتورة كيف تعمل لهاي البيبر الموجود يخاص هذا الشيء هذا الواقع نعم أنتو بتمشوا بالتغيير هذا الشيء بس هذا الموجود فأنا قال طالب دكتورة بدي أعرف بالضبط من أين أقرأ وأين أنشر إذا بديش أعتمد على اليتش انديكس أو على الجيرنال مثل الرانكينج أو لآخر شكرا مين بحب عليك طالب تامر لو في حد أخذ ما فيش مشكلة هو بما أنه كمبيوتر سيانس فا ممكن أنت ترد هو بكلك مدام في فوضك بيري وإنتو قاعدين بتشككوا في الناس اللي عندهم أركام نعمل إيه طيب نحن نعمل إيه نحن نعمل إيه نحن نعمل إيه لا أوصب لا طبعا شوف أنا يعني اختراحي أن أنت تدور على لو بتكلم على جوناز أو كونفرس استحيال حاجة يعني حد ما واحدة ولو أنه كونفرس يمكن أسهل شوية أو أكثر شفافية أنت تشوف أوعية الناشة اللي هي المتخصصة في مجالك ما تروحش إليه اللي هي المرتي ديسيبليناري اللي هي بري أوبن جونالز بالأول روح للمتخصصة في مجالك وما تعتمدش بس على Q1 و Q2 في مجالات كتيرة أو Q1 و Q2 حقيقة عليها علامات سبهام كبيرة روح للمجالات المتخصصة في مجالك هتعرفها منين المجالات الكويسة اللي هي data somعة اللي هي reputable في مجالك عرفها من الباحثين العالميين المعروفين في مجالك شوف الباحثين العالميين المعروفين دول بينشروا فين وهتلاقي هما بينشروا في الأماكن الكويسة اللي هي data somعة في المجال التخصص بتاحهم وبأكد تاني على كلمة التخصص بتاحهم ما تروحش لأي لأي حاجة Q1 و Q2 خلاص لا في المجال التخصص مين أكبر باحثين في العالم في المجال ده هتلاقيهم بينشروا في المجالات والمؤتمرات الكبيرة في المجال التخصص طبعا دي طريقة يعني بعيدة عن في المجال التخصص في المجال التخصص في المجال التخصص في المجال التخصص Can I just say something I think you must be the only one in the whole world to know what Q1 and Q2 is I think at MIT among the 900 professors you will find maybe two who know what Q1 and Q2 is you see look you are so much and there I give it fully to the doctor who spoke about colonialism you have almost absorbed a logic which actually comes I believe from China or somewhere in order to have sort of a zillion of professors there we don't we don't care about whether it's Q1 Q2 what matters actually is is you know what is your story and that's also to the to this young colleague from the Emirates when you publish a paper you know how long it takes me to write an introduction maybe two months just for one opening paragraph because it's this paragraph with which I'm going to convince the reviewer or the associate editor to continue reading so look look writing we are not born with it this is like writing a novel you know let's say every paper when you have you know you need to know it by heart almost right if you're really convinced in it it's not just a oh I have to write another paper it's not like this this is your this is your painting this is your everything as a scholar this is the only thing you have nothing else so there is a dedication to the product what I regret and I've heard this before is that there is no culture of writing articles in Arabic in the science area particular that is I agree is a shortcoming and will always favor English speaking but I'm not a native English speaker I have I told myself you know how to write this and you know how to conceptualize it and it took me 20 years in order to get something and each paper is better than the next one thank you very much this is really good point as you hear everyone so Q1 and Q2 is not something you know we think about it when we write papers we think about our story we think about our contribution it doesn't matter where to go actually oh maybe I can also say something about rejection of papers right if you think let's say look I publish per year in my best times 20 papers and I know let's say Dr. Dharma thinks it's not possible if you have a large enough group you can do that don't worry but let me be clear about one thing you know my rejection rate is one out of three so so look this is the game you start playing so and I accept it of course I'm angry I'm angry I could curse these reviewers who didn't understand what I wanted to say but then let's say I you know take a week read again the review comments and if they are not malicious most of them are not you know I was simply not able to pass on the message to this year so one out of three so take this this is part of it you know that you are part of a community this is like when you try cooking right you know you try something new and you know said no this is not good enough there's not enough salt so you learn to this year and I was never able to increase this year what does that tell you this refusal rate it reminds you actually first of all if it's a good if it's a review someone has taken the time to review your work and this is first of all you have to take the time if it is just a one sentence oh you're not interested in that that's frustrating you need to go to another journal but if someone takes the time and writes half a page or a page about your paper that means they have studied your thing so take each comment and try to absorb it and because this is your community you want to convince your community to bring this forward thank you please please introduce yourself مساء الخير جميعا انا لاي أبريان مدرس في جامعة فلسطين دكتوراء في تمريض الأطفال صحة الأطفال هلا انا اشكركم جميعا على المحاضرة الشيقة شكرا على هاي المحاضرة وفعليا هي بتوضح او بتحكي عن واقع البلد عندنا بشكل خلينا نحكي بشكل مبسط يعني وعجبني شيء بالمحاضرة انه كانت سهلة جدا ومحاضرة بسيطة جدا وبنفس الوقت هي بتوصف شوضع البلد عندنا بدي اكرر على الموضوع اللي حكي فيه الأستاذ أحمد دكتور أحمد فعلا نحنا كطلب الدكتوراء كدارسين بالمجال البحث العلمي بنحاول نعمل شوية أبحاث بتلاحظ انه في عندك فيبر كثير سهلة وواصلة ما بتعرف كيف بتلاحظ كثير في عندك نشر ضعيف تلاحظ كثير في عندك ما في عندك مرجعية ولكن أنا قدت الإجابة وأنا هطل الشيء أنا بعمله من الدكتور تامر نحنا بنرجع لمثلا النيرسين جورنال الأمريكي أمريكا نيرسين جورنال أمريكا نيرسين جورنال هاي بتقلل علينا المستيكس علينا الخطأ ولكن تيجي بنحكي بشق آخر موضوع النشر Q3, Q4 شوية بطوله أو مش بطوله شوية بطوله كثير وأغلبهم طبعاً بدهم الدفع وأنت إذا بدك تعمل بيبر كثير موضوع الدفع هل أنت فندد أو لا هل أنت بدهم أو لا هو الشيء المليح مثلاً زي بعض الجامعات مثلاً بولي تيكنيك أو أكيد بعض الجامعات داعمين له هذا الشيء شكراً لكم على المحاضرة ومشكورين شكراً لقاي في الحقيقة بصلنا كمان اقتراحات مش فقط أسئلة ممكن أشيرها لبعضها اللي بتذكره في البعض بيقترح تشكيل لجان مكافحة الفساد في الجامعات مش عارف مدر إذا هذا أحب تعلق عليه إذا كمان إذا كمان الدكتور باسم إذا موجود أحب يعلق على الموضوع فضل إذا بدأ يعني أنا بدي أرجع أقول إنه يعني من ضمن الأشياء اللي سمعناها اليوم فيه أشياء بالنسبة لي بتضوي تضوي عمؤشرات خطر لأنه إذا كان المؤتملين على تربية الجيل الصاعد من الباحثين والعلماء واللي بدهم هذا بده نظام ورقابة وتتخيل إنه هدول مجموعة حرمية وتعب منظومة الأكاديمية بكودز وفول وباسورز مشان ليروح يسرقوا اسم حدا تاني ولا ولا ما إلى ذلك ليش هلا أكيد هذا ما بيعالج المشكلة أكيد ما بيعالج المشكلة عسبين المثال في العلوم الاجتماعية بداش تحكي أنا سمعنا عن التمريض والكمبيوتر ساينز ما بيعالج المشكلة إنه شو اللي ماشي بالأمريكان جورنال أفوت إيش ما بدك هو يعني القرآن اللي لازم نمشي عليه ولا إيش من هذا النوع مش مزبوط المزبوط إنه لازم نسأل حالنا السؤال البسيط فأول ما بدي يحكي فرانس قال ما في ما في داعي يجي واحد أجنبي يوعز عليكم أخلاق يعني بس أنا في الواقع بدي الأجنبي يوعز علي أخلاق لأني بدي أوعز عليه يحل عنا يعني بدي هذا لا مش فرانس بس بدي أقول له أنت اتركوا الوسائة علينا يعني لازم يكون في حوار أنا ضد إنه يكون في عالمين الأجانب في عالمهم والعرب في عالمهم والأفارقة في عالمهم هذا خطير خطير لأنه المعرفة العلمية فعلا عالمية والعالمية بتعني إنه أنا لازم يكون إلي الحق إني أدخل في المجلة اللي بتصدر في أمريكا والمجلة اللي بتصدر في الصين وما إلى ذلك أنا زي اللي لحظت وكأنه إحنا مش قابلين فكرة بسيطة الحكم على قدرتنا على إطناع مجلة أو محرر في نشر المقالة هي ما بتعكس بتاتا جوهر شغلنا العين ما بتعكس إذا موضوع اهتمامنا مهم ولا لا ما بتعكس إذا يعني تاني جاوب سناء عن الblind peer review مزبوط الblind peer review بيوصلك لمرحلة يعني أنت فيها بتحس بشوية عدالة بمعنى إنه إذا بدي يقولك لأ بدي يقولك ليش غالبا إذا بيحترم حاله فيه بيقولك لأ بدون ما يقولك ليش أو آ بدون ما يقرأ يعني كله بيصير بس في عندك الريجاكشن اللي بيجي من المحرر أو من المحرر المشارك اللي اللي بيعمل وهذا اللي بيصير على الأسامي وهذا اللي بيصير على الدول مش صدفة مش صدفة إنه انت بتاخد موضوع نطلا زي إيش بيقولك دراسات الشرق الأوسط أنا ما عنديش أرقام بس تخب لك مجلة دراسات شرق أوسط اسمه إيه على سبيل المثال وبتلاقي إنه 85% من اللي منشور فيها مكتوب في بريطانيا وأميركا يعني طب والشرق الأوسط نفسه مش عارف يكتب عن الشرق الأوسط يعني إنه إحنا مش عارفين حالنا كيف عايشين مش قادرين يعني نوضح مشاكلنا مش مظبوط ولكن في يعني باراديم جارجنز في ناس اللي بتخاف إنه نظريات هتنكشف في ناس اللي مصر على إنه يكون فيه هناك الخروج عن البرادايم اللي دارج نتفى صغيرة ألا بتصور بالكمبيوتر ساينس أنتوا ما بتعانوا من هذا الإشي بس انتبهوا إنه في العالم العربي البحث العلمي المختبر الكبير هو علوم الاجتماعية مش العلوم الطبيعية ولا الهندسة ورغم ذلك ورغم ذلك ما زالت بالعلوم العلوم الهاردكور ساينسز والإنجينيانين ما زالت العينين على أميركا رغم إنه الناشرة الأول في هاي المجالات هي الصين واحد وعشرين بالمية من إجمال المنشورات وإحنا لسه ما قدرناش نعمل النقلة جزئياً بسبب سيطرة الإشي اللي بنسميه الأنجلو ساكسون ترادشن اللي بعرف إنجليزي بوصل العالم واللي بعرفش إنجليزي بوصلش العالم مع إنه المعرفة مش مرتبطة بس الإنجليزي يعني مع الإجمال فلازم إحنا ندور على حلول من نوعين إذا محولي بس أقول شو اللي بفكر فيه أنا فلسطيني عايش هون أمقت الاحتلال وأعتقد إنه لازم يكون إلي الفرية أروح على الأدس وقت ما بدي بعيدة عندي عني 14 كيلو وأقدرش أوصلها ولكن إذا بدي أروح على الأدس مضطر أطلب تصريح من السلطات الاحتلال مضطر أوقف على الخاجز ومضطر أطلع هوية لجندي جاي مش عارف من أوكرينا ولا من إسيوكيا ولا ما بتعرفش من وين بده يقرر إذا مسموح لي أنا أروح على 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 القدس وإنه أروح على القدس بقدر أرفض هاي الممارسة وأقدرني قاعد بالبيت وبقدر أماضل ضد هذا الاستعمار ولكن طالما هو موجود بدي أخذ على هاي الشروط يعني فيه اليوم شروط لنشر لازم يعني إذا ما فيش خيارات لازم لازم مثل ما قلنا بشكل ذكي نستعملها ونجرب نتجاوز بعض القيود والعوائق ونلاقي الحلول والطرق وما إلى ذلك بس ما بسير إنه إحنا نجر نكون كل استراتيجيتنا تكمن في تجاوز العقبات والشغل بتعرف وثقوب الجبنة يعني كيف الواحد بتخيلها بدون ما نبدأ نحط استراتيجية لبناء عالم جديد لبناء عالم النشر فيه بتم بطرق أخرى لبناء عالم الخيار فيه إلو علاقة بالمحتوى وليس بالشكل إلو علاقة بالبحث العلمي نفسه وليس بتسويقه هذه لازم نبدأ نتطلع على على حلو الله إلهام أطلت أنه شكرا شكرا دكتور مدر الدكتور أحمد أبو هنية عميد لدراسات العليا والأبقار فضل السلام عليكم يعطيكم العافية وشكرا للزملاء وعلى مداخلاتهم الرائعة وعلى المعلومات القيمة اللي أعطونا إياها الدكتور تامر بتشرف رفيك دكتورنا الدكتور فرانس طبعا صديقنا وأخونا ودكتور مدر زميلنا وصديقنا ما بدي أعطيل عليكم يعني بس يعني إنك أشني مضرفة في كلمة ذكرها مش هذا اللي كنت بدي أحكي فيها اللي هو لما بحكي إنه أنتوا في المواضيع العلمية والهندسية ما بتواجهوا مشكلة مع العنصرية لا بنواجه بنواجه هل تعلم إنه بنواجه لمجرد ذكر كلمة إنك تذكر كلمة او كولونيزيشن أو مشاكل احتلال أو اللي هو زي ما ذكرت المثال الدكتور ماهر أبماضي إنه الاحتلال هو سبب مشاكلنا سبب مشاكل المياه سبب مشاكل الطاقة كل ما كل ما اطرقت للأمور هاي بتلاكي عندك لوبي صهيوني بتطلع لك من تحت الأرض في أي مجلة وبتصدر لك وببلش يقول لك إنه إحنا هذا الحكي مش مجالنا وما بدناش نحكي فيه وممكن يرفض لك الفيبر على أساس بس هذه حبيتها جاوب مضر يعني عليها أما أنا مدرك مدرك أحمد أنا بعرف إحنا كتبنا عن هذا الحكي أنا بقول هناك يعني بعضوش يعني في محلات شوي أخف بس نعم يعني هذا معروف صحيح عندك تجربة بيرزيت مع مجلة هائلة في العلوم التبية بيحكوا عن الأمراض وبتصير توشف إذا بنقدر نحكي عن إسرائيل بس هو مش هذا الموضوع اللي بدي أحكي فيه يعني أنا بصراحة بدي أرجع لموضوعنا الأساسي لموضوعنا الرئيسي اللي هو موضوع النشر والبريدتري جيرنالز والمشاكل اللي بيوقعوا فيها أغلب باحثينا للجداد حتى يعني أغلبهم بدون ما يشعر يعني فيه يعني أنتوا اتركتوا لمعظم المشاكل المقصودة خلينا نقول أو الأسباب المقصودة للنشر بغير صحيح بس للأسف أنه فيه عندنا كثير من الباحثينا وكثير من أساتذتنا اللي حاصلين على شئة دكتورة جديد بدهم ينشروا بدهم يتركوا بدهم يعملوا بحث علمي فبتسرعوا بروحوا ينشروا فيه مجلات بتكون هذه المجلات إما إنها بريدتري مجلات مفترسة بنسكيها أو إنه مجلات مسحوبة بتكون من من الوبوب سيانس أو مجلات يعني بتكون حتى في بعضها إلها تقيمات جيدة بتكون كيوان أو كيوثو على الأسجي آر وبتتفاجأ بأنه هذه المجلات لما تروح أنت بعد ما تنشر فيها بتكتشف أنه هذه المجلة صارت مسحوبة وصار عليها مشاكل فيعني هي بس نصيحة أنا بدي أوجهها للباحثين الجدد وللناس اللي مقبلين على البحث العلمي وعلى النشر إنه لا تتسرع في النشر في جميع الأحوال النشر الحقيقي والنشر الصحيح رح يأخذ معك شهور إذا ما أخذ سنين لحد ما تظهر المنشور تاعك يظهر في مجلة محترمة وعليها العين وبتسكي فلا تتسرع في النشر لا تتسرع تستاجل إنه تنغرب مجلة تقول لك إنه إحنا خلال أسبوعين أو أربعة سابيع ممكن نطلع لك البيب رتعتك والريفيو جيد وسريع وإحنا ناس حبوبين وما فيش مشكلة بس يدفع لك هالمية أو 200 دولار وإحنا بننشر لك وبننزل البيب رتعتك فلا تنجر أغلب يمكن 99% من الإيميلات اللي بتيجيك دعايات لمجلات أنا بقول لك احذف الإيميل قبل ما تقرأ وحتى ما تفتح المجلة على مسؤوليتي الشخصية لا تفتح الإيميل ولا تفتح المجلة ولا تدور عليها لأنه كلها هذه كلها مجلات مفترسة كلها تبحث عن الباحثين الجدد وبتحاول بتحاول إنه تستغل شهوة هذول الباحثين لنشروا شهوتهم للترقية وعلى أساس ترفع طبعا أسهمها المالية وأرباحها فهي نصيحة لا تتوجه إلا للموثوق والموثوق جدا حتى لو أخذ معك وقت بزيادة ما فيش مشكلة حتى لو كانت هناك عنصريين في هذه المجلات برضو مش مشكلة ما بدك تستحمل طبيعة الباحث هو يعني يكفي إنه بيستحمل سهر الليالي والبحث والمشاكل اللي بواجهها أثناء البحث فحرام إنه سهرك الليالي ومشاكلك وبحثك الطويل هذا تضيعوا بس لأنك استسرعت في موضوع النشر يعني تأكد إنه مشكلتك إنه حلك لشرط البابر انتراحت عليك يعني خلص انتهى ما بتقدر تنشرها مرة ثانية ممنوع تبعتها لمكان آخر فبالتالي لا تخسرها ولا تخسر بحتك ولا تخسرش فهي بس مجرد نصيحة استكمالا للي طرحوا زملاء الأعزاء يعطيكم ألف عافية ندوة رائعة وممتازة ومشكورين جدا شكرا دكتور أحمن في سؤال وردني بما معناته إنه كيف ممكن نسائل الباحثين عن مشاركاتهم في التأليف اللي منشوق فيها لأنه بقولوا إنه أنا شاركت So maybe I can also say it in English So if there are lots of co-authors all authors all authors will claim that they actually contribute So how the university can actually ask or even investigate the real co-authorship is there is any way maybe you want to add something there are some principles there are some principles so the first one is the corresponding author who is the corresponding author and automatically if that is about an evaluation for someone for promotion someone else is corresponding author then this is just a line in the CV it is not considered as part of the package I mean it's considered as part of the package but it wouldn't be the paper you would send out for instance for a request for a letter right so this if you're not the corresponding author of this year it basically doesn't count right now the first one and the second one is basically it's also important the first and second one because typically that should be the student so if this is not the student of the colleague there then you also know let's say okay so even the student is not there so it's done by someone else right so 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 this is a it's a straightforward reading actually you know what is the role of a paper so if someone is number seven in ten among ten authors and you know there's not even and the student number one is not from Brisbane University then you can be sure that this is a paper which okay you know you got to it a little bit like the version to the child right so طيب هو هو الأسف بيتم التلاعب في الموضوع ده أصلا تتكتيب للأوثر زي ما قلت في الفيزميشن بتاع يعني يعني ساعات الشخص اللي حيقدم التلقيق ده هو بيبعمل حسابه أصلا إن البيبر دي أنا عايز أقدمها فأنا حابها لأول فأنا مع الطلبة طوري أنا حفرد نفسي إن أنا حبقى الcorresponding author وحبقى الفيزميشن فالترتيب بيتلاعب فيه فالليحنا ممكن نعمله إن إحنا نشوف هل الشخص به له أصلا يعني history في من الشخص اللي مقدم على الترقية على الأبحاث اللي هو بيقول إنها جزء من بتاعه ويتناقش فيها عشان يتشاف هل هو فعلا أوير بالشغل المعمول في البحث دا لأ دي حاجة حاجة تانية برضو البيبر دي معمولة في أي context هل هي مع كلابوريتورز كتير قوي هل زي ما دكتور فرانز قال هل الطالب 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 الطوعي ولا لا هل أنا في مجالي النائل تيم دا كلهم نتيجة لتمويل معين يعني الكل تستعمل في البيبر دي دي برضو حاجة مهند there's some fields there's some fields where it is a little bit different so for instance if you work in atmospheric chemistry right where these large teams you know everybody prepares an apparatus and so this can happen right but in the normal case you know in most of the fields where it's a very focused article it's not the case another means of doing that here is so I have to submit every year an annual report about my research activity and there typically you would cite you know what were the exciting moments of one side and your professional statement which you would like to read again you know many people just bypass those lists because it's easier just to go to the numbers and make the bean counting right we all know that so that needs a little bit of a push from the administrative side on whether it's the department head whether it's the deans whether it's the VPs that needs just a little that people read between the line correct here عامل من عوامل المفروض ان هو ينظر اليها في المزايا هو احيانا يقال انه في بعض الحقول انه سهل النشر يعني مثلا يقال انه سهل ننشر يعني فانا بحب اقول انه يعني بدنا نشتغل سنتين عشان تنحضر البحث ويمكن سنة سنتين بس نكتب وننشر هذا يعني مجلي واحد ف ولا لا دكتور تامد اه طبعا طبعا انا بده احب على نقطة مختلفة بتختلف يعني انا بالنسب لي في كلها students انه هما اللي بيبقوا والفيرست اوتر بيبعث البيتر فكلمة دي برضه بيتتم التلاعب فيها ممكن انا مبقاش لاي علاقة خالص بس انا عشان عارف انها دخلة في الترقية فهي الفكرة كلها بيه الكونتوبيشن حقيقي ازاي نعرفه ده مش سهل بس فيها عوام كتير اوي ممكن الاخذ في الاخذ بسيط الغو الترتيب الغو الترتيب اذا هنقبض بجيء واجه رأس والله يا ريت يا دكتور موضة والله انا معا كده هو ايه ترقيقية هي هتدخني الجنة مسلا ان انا هتلقى من 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 المشيط بس ممكن دخلك جهنم 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 دنياوي يمكن طب مدر هل من المعقول خليناك سميها اخلاقيا انه نسأل كجامعة نسأل احد الباحثين شو دورك كان في هاي الارتكت طبعا منظومة تتسع لهذا الاشي يعني في نظامين بالدنيا او مش نظامين بس يعني في نماتين اه 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 احنا عنا بالجامعة هو نمات التاني مش اللي بحكي عنه تامر لما انت بتعمل اه يعني التارتي انت بتروح بتعرض حالك بتقدم ملفك بتعرض حالك كامل بتعمله تقعد انت بتقعد مع اللجنة بتعرض اللي عندك بتسأله بتجاوب وبتشوف الى اي مدى ممكن انت تكون ناشر اشياء في مجلات يعني مغمورة او مجلات جديدة انا مثلا بحب اشجع مجلات جديدة ها ولكن منظومة الجامعة انه بتعاقبك عليها بمعنى انه ما بتحسب لكش بس انا بدي اشجع مجموعة باعثين قرروا يعملوا مجلة alternative radical شوي يسارية شوي مؤيدا للفلسطينيين شوي بحب انشر فيها بس النظام عندك بقولك انه قبل ثلاث سنين هذي ما بتدخلش اصلا بال فمين هم الفدائيين اللي بدهم انشروا انا باعتقد انه لازم تقدر تنشر وين ما بدك حسب اللي انت بتدور عليها وحسب الحق اللي انت بتكتب فيه مرات بالتخصص الدقيق ومرات فيه حدا مثلي بدور على interdisciplinarity بشجع ال interdisciplinarity وبدو يروح هنا ولكن لازم انت تقدر تقول هاي المقالة الجديد فيها ما يلي و ميزتها ما يلي هاي وبتفرج النص وبتفرج الشغل وبتفرج المقارنة وبتفرج ردود الفعل بس بدي يكون عندك متسع تعمل هذا العرض هذا ما يتعلق بالتركي بس مرة اخر يعني هذا السعي نحو التركية وعالم الـ publish او perish اللي خلى كل الناس موجودين تعتدل البستار هو جزء من منظومة اثبتت انه مساوئها اكثر من فوائدها يعني احنا مش بحاجة نفحص انه التحولات اللي صارت في الجامعات باخر 30 سنة ماشي بالاتجاه اللي خلى الجامعات اقل جدارة بالثقة مما كانت عليه في السبعينات والثمانينات فلازم نوقف ونتفرج مش نظلنا نزبط المعايير والاعيارات طبعات المنظومة اللي اعتبرناها مش نظلنا ندور على كويفيشنس بدنا معادلة جديدة ربما طيب اه ازيني طلال بدلي يعترض دكتور طلال مرحبا اخر شي بدأ بل اللي حكا مضر انه مين الفدائيين اللي بدهم ينشروا بالمجلات اللي مصلنا في كيو فور وغيرها وما اللي زيك يعني اللي وصلوا لرتبة استاز بقدر ينشر وين ما بدوا بعدها زي ما شفت انت المنظومة هي بتفرض زي ما حكيت قبل شوي بالمثل اللي حكيت عن وغيرها فالمنظومة بتفرض مسار معين هلا مجرد ما انت تخطط اخر محطة وصار في عندك المجال انك تنقض وتنشر في مجلات اللي مصنف كيو فور ولا حتى مش مصنف يعني سيبك باللي كيو في مجلات باللغة العربية انتاج المعرفة وغيرها فانت عندك الحرية ممكن تنشر بالنسبة للموضوع تقييم الباحثين فهذا موضوع طبعا معقد ما له وصفي جاهز ولكن يعني لما تطلع الممارسات اللي موجودة في العالم ضروري جدا انه يكون في خط بحث واضح ومستقل الى حد ما للباحث ممكن برضو يلعب دور طبيعة الحق للبحث وكثافة النشر في يعني في حقول اللي صعب جدا واحد ينشر فيها بيبر بينما في حقول تانية النشر بيكون ايسر واسهل مكان الباحث بين المؤلفين مهم يعني بذكر انا قبل كم سنة كان فيها اكتر من خمس تلاف مؤلف لهاي البيبر يعني ما في خلينا يحكي وصفة جاهزة فبدناش ننسى انه البشرية برضو هي بتتعلم من تجاربها يعني بدنا نكون نقديين نعم ولكن في مواضيع اللي المفروض بدنا نتصالح فيها على امال نتصالح معها على امال تطويرها والوصول لما ما هو افضل منها وقضية اخرى مرتبطة برضو بالترقيات اللي هو انه بصير في خلط بين الكمي والنوعي يعني لما بتكون الجامعات محددة عدد معين للنقاط فمش معناها انه بمجرد ما وصل الباحث لعدد النقاط بصير الترقية تلقائية في الجامعات طبعا الوصول لعدد النقاط هذا هو بيأهل الباحث انه يتم دراسة ملفه يعني هو خطوة كمية وتقييم نوعي من التنتين هو اللي بتم عادة من أجل الترقية شكرا شكرا الدكتور طلال دكتور أحمد بس في كمان الدكتور باسم سبيدي بس مش عارف يعمل ميوت شكله لحاله انا ميوت عملت له انا ميوت احكي ولا استنى باسم لا يدبر حاله فضل دكتور أحمد طيب يعني انا بديش اتكاتل انا ومضر بس برجع برجع بقول للباحثين الجدد لا ترد كثير على مضر يعني مضر بيطبق القاعدة اللي بتقول انه الشبعان بفت للجوعان فت بطيء يعني احنا بعد ما وصلنا اخر ترقية زي ما تفضل دكتور طلال ما بتفرقش معنا يعني ننشر بكيو فور او حتى بدون كيو او في مؤتمرات او في او حتى نوقف على منصة ونقرأ البيبر على الناس وهي نشرنا بحثنا بنكون احنا عملنا اللي علينا بس هذا الحكي ما بيزبط مع الباحثين الجدد الباحثين الجدد بدهم يترقوا الباحثين الجدد بدهم يصيروا زيك يوصلوا لمرحلة يبطلوا سائلين وين يون وش رجع بستكمل نصائحي يعني استكمالا للنصائح الاولى فيه نصيحة واحدة انسيتها اللي هي قضية الخروج من تحت مضلة المشرف على رسالة الدكتوران يعني هي الخروج من تحت مضلة مشرف رسالة الدكتوران لا يعني انك تفصل نفسك عنه او انه خلص تبطل تتعامل معه لا بالعكس لازم تظل انت على تواصل معه تظل تشغل معه ولكن ولكن في نفس الوقت لازم يكون اليك خطك المستقل يعني بالاضافة لا عملك مع مشرفك السابق واستمراريتك في العمل معه كمان لازم تخط خط مستقل يعني انت اذا كان مشرفك في بلجيك وبشتغل على ابحاث الفضاء وابحاث ال active control لا يعني انه تيجي انت تستمر بنفس الابحاث هذه في جامعة بيرزيت للا فيها فضاء ولا فيها ابحاث فضاء ولا فيها طيارات ولا حتى السيارات بتمشي في صعوبة فيها فالمفروض انه تخط خطك انت اللي بيتلاءم مع المجتمع اللي انت عايش فيه يعني زي ما تفضل الفرانس انه هذه قصتك هذه روايتك اللي بدك ترويها روايتك لازم تتلاءم مع مشاكل مجتمعك تحل مشاكل اللي حواليك الحمد الله رب العالمين يعني فلسطين يمكن فيها مشاكل لو ضلوا الباحثين شغالين فيها منهان لا يوم القيامة ما بيخلصوها فيعني مش محتاجين روح نستورد مشاكل من برة عشان نبحث فيها كمان فيعني ممكن انك تخط خط جديد وضروري جدا انك تخط خط جديد في بحثك وهذا رح يساعدك مش بس في الطرفية رح ساعدك في انه انت تخلق مجموعتك البحثية اللي تنطلق من خلالها وتكون باحث مربوق او عالم بمعنى عالم حقيقي شكرا شكرا دكتور احمد دكتور باسم موجود باسم مش هون مش هون اه مش هون اه طيب انا بحب كمان اذكر النقطة اللي حكاها دكتور احمد ابو هني في الاخر انه صحيح انت فكر لا في الـ Q1 ولا في Q4 ولا في Q الاخره Q ريشيرت بريوريتيز ريشيرت بربلمز اللي بكتحلها حاول تتناول طبعا هذا بجوز ما بينطبق على جميع التخصصات تختلف في تتداخل ولكن ممكن الانسان يطوع تخصصه سواء كان في الهندس المدنية ولا في الهندس الميكانيكية ولا في الكمبيوتر سايانس غير غير ريشيرت بربلمز او غير تخصصه انجاز التعبير بما يتناسب مع اولويات الاولويات الوطنية وباسم رجع بس آه باسم انت ممكن تعمل انميوت مش عارف آه اوكي مرحبا آه تحياتي كيف الحال تحياتي من زمان شكرا شكرا من الثلاث مداخلات لطيفة ومهمة وضرورية وبرأيي مفروض تكون بداية يعني جهد منظم ولانه مهمة هذه كل الكضايا اللي سمعتها بتمس عمليا ما يدور بذهل جميعنا بهذا المجال مجال الأكاديميا مجال الأبحاث مجال الدراسة مجال المسؤولية مجال الفضول يعني بنحكي عن موضوع يعني بظل صعب أنه لاك حد ما له علاطة فيه باختر بالي يعني لفهم العنوان العريض لهذا الموضوع يعني ضرورة بذل جهد أعمق شوي مفاهيم الصحيح لأنه يعني يعني نعرف الحدود إذا إذا في حدود فاصلة أو متداخلة ما بين يعني ثلاث مفاهيم مهمة المعرفة إيش هي المعرفة اللي بتيجي الأكاديميا بتسكلها وبتقولبها وبتكوننها بصيغم وبتصير معرفة أكاديمية الشغلة الثالثة اللي هي يعني إيش هو العلمي بالمعرفة الأكاديمية لأنه رأس ماذا المعرفة الأكاديمية الدعاء معرفش بده فحص بجوز أخيانا بأنه علمي بس مش وعد اهتماما شو هي مواصفة ذلك العلمية وخاصة إذا بناخد يعني لزوجة هذا المفهوم وقدرته على أنه يعني ما يكونش حيادي وما يكونش مستقل عن الوعي وعن السلوك وعن المكان وعن الزمان بشكل بشكل محدد تماما في عندنا مشكلة يعني أكثر وضوح إيش العلمي في سياق الدراسات الاجتماعية والإنسانيات زي الموسيقى أو الفن يعني بعرفش بالضبط شو العلمي بيك يعني بيك حقول إذا حدا بده يكتب وبين يعني الدراسات الطبيعية مش يعني مش عم بكترح إن هذه مشكلة يعني كثير كبيرة بس بدعي إنه رح يكون يعني البحث قاصر وربما ينطوي على لقات ضعف شديدة إذا ما تم يعني معالجة هذه المسائل أو التعريج عليها بشكل أو بآخر الشغل الثاني الصحيح الأكاديمية مرتبطة في بناء اللي هي الجامعات والجامعات مش واحد يعني بد أحكى عن المكان بعض وقاله فلسطين يعني في عنا 3-4 أنواع أصناف من الجامعات في جامعات يعني استبلاليتها على ضل الجماعة من الموضوح في جامعات مش واضحة في جامعات مرتبطة بالأنظمة السياسية الحاكمة وفي جامعات ربحية هلأ هذا يعني هذا البني الصحيح يعني مغامرة كبيرة إنه ندعي إنه مالهاش علاقة بمن ينتج ماذا ولماذا وكيف يعني وبالتالي ما بيزبط إنه وان سايز فيتس اول إنه يعني وكأنه المنتج اللي طالع من جامعة أكاديمية مفروض إنه يعني يكون بمواصفات متماثلة في كل المحلات وبنجرد وعن سياق وعن الأغراض اللي ممكن يكون يعني يكون بخدمها بواقع الحال لأنه من نهاية المقاف إحنا من نشتغل على الأرض إحنا بشر إحنا في لطاق تفاعلات وعلاقات كوية وناس بتخذوا قرارات وناس آخرين لازم ينصاعوا لإلها وناس بتفعوا الأثمان وناس يعني إلى آخره من هذه القضايا الشغلة الأخيرة الصحيح يعني إذا هذه القضايا ورزم كبيري أخرى من القضايا ذات الأهمية بتم يعني فتح ورشة لمعالجتها يعني بصراحة بحب أحلم وأشوف في وقت ما أنه يعني يتطور إندكس يعني عالمي أو محلي أو أقليمي خلينا يعني مشان ما نكونش سلبيين نحكي إندكس بقيس فساد هذه المؤسسات خلينا نقول إندكس يعني بقيس نزاهتها يعني هذا الجالب يمارس في الحكومات في الكطاع الخاص في كثير من البناء مش واضح إلي ليش نكفز عن الجامعات وكأنه هي ذلك المقدس الذي لا ينبغي أن نحدث فيه وفيه افتراض ضمني بأنه يميل للنزاهة قبل فحص ذلك لأنه فيه عنده رسالة نبيلة وفيه عنده يعني هو يعني مثابة الضوء اللي بيلقى أمام المجتمع للأجهال القادمة بس هذا لا ينفي على الإطلاق أنه يعني يعني يخضع كمان لفرامة الفرز يعني مدى مدى النزاهة وهذا طبعا ما دخلنا يعني بجهد نوعي الصحيح إيش هي النزاهة وإيش هو الفساد الأكاديمي يعني هل الأمر بعن البحث عما هو فاسد في الأكاديمي أم يعني ما هو نزيه أم ما هو نزيه بالفساد ما معرفش هذا بده يعني بده نقاش وأنا بتقديري إذا ما البدى الجهد عميق وجدي بهذه القضايا المفاهيمية المختلفة بيظل النقاش حول التفرعات الأخرى اللي سمعتها ومشكولين جدا بإثارتها أعتقد بيظل شوية ناقصة إلا إذا وضعك بهذا السياق لكي يتم توصيف بشكل قريب يعني عملية البحث وعملية إنتاج هذه هذه المجهودات اللي بتشوق طريقها وبتصير بقالات وكتب والآخره وبالتالي يحاكم الأفراد على أساسها وتصنف الجامعات على أساسها الأمر كثير مهم وكثير يعني كثير بنبنى عليه قضايا جدية بالقدر اللي ما بتعفينا من إنه اللاكو بالفعل نوع من يعني المعالجات لهذه القضايا اللي أخذتها وشكرا مصطفى وشكرا للجميع شكرا باسم على هذا المداخل المهمي اللي أعطت كمان بعد تأسيسي ل لا 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 إيش الفساد هو فيه أسئلة كثيرة الحقيقة تتعلق للموضوع بس الساعة الآن تسعة ونص يعني سنة ساعتين ونص إحنا وأنا بكايف أطرح الأسئلة اللي منطرح بس نأمل إنه فيه سياقات أخرى يعني كمان نتطرق لقضايا ثانية بتتعلق بالأمان العلمي أو النزاهة أو الفساد أو الناس بسموها الأخلاقيات بس أعتقد منظر بالأخلاقيات شيء ثاني نحب نسميها الانتغريتي بشي الاثيكس بتاعت الباحثين فيه كثير تحديات لا شك يعني تحديات على مستوى الجامعات على مستوى الحكومي خاصة مثلا بتقول الحكومات ضعيفة في الوطن العربي وكمان على مستوى الأساتذي سوى إن كانت على مستوى التربوي أو المستوى البحث البحث العلمي كمان قصد التدريس والبحث فيه قضايا العلاقة بالنزاهة والفساد الحقيقة الحقيقة موضوع في غاية الأهمية أنا بحب أشكر اللي حضروا اللي حضروا على فكرة يعني كان في حضور عالي جدا سواء إن كان على الزوم أو على الفيسبوك وصل لأرقام كبيرة بحب أشكر اللي يضلوا معنا اللي يضلوا معنا عدد كبير سواء لازال على الفيسبوك أو على الزوم هذا بيدل على يعني أهمية الموضوع وشكرا لمكتب نائب رئيس الشؤون الأكاديمية على كمان هذه الندوية والعميد الدراسات العليا اللي كمان هو بالحقيقة هو اكترح أن نعمل هذه الندوية أنا بعتقد إنها ظاهرة لأنه كان في حدا بكل هل تنظيم هذه الندوية هو ظاهرة إنه في مشكلة ولا إن إحنا بخير يعني مجرد إن نناقش بالحقيقة مش عارف ولكن يعني في حاجة بس بعلى أقل بيد أقول إنه إنه إشي كويس إنه إحنا في جامعة ميرزيت نكون سباقين في مناقشة هذا الموضوع علنا ونترحه ونناقش قضايا اللي بتهم بصراحة الوطن العربي كله وفي مجالات العلوم الإنسانية والعلوم اللي مش إنسانية علوم اللي أو اللي بسموها العلوم الإجتماعية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا ففي كثير قضايا ما مسئناها ونأمل إنها يعني نتحرك بإنه مناقشتها في المستقبل القريب شكرا لجميع الحضور وتصبحونها على خير وعلى وطن شكرا جميعا شكرا بسموها شكرا ل toda شكرا لكم